عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل عينما كنتم حياكم الله نحن اليوم السبت 23 مارس الموافق ل13 رمضان 23 مارس 2014 والساعة 11 مساء بالضبط بتوقيت الجزائر وهذا حديثي إليكم مباشر عبر اليوتيوب وعبر التيك توك أزل فلاوني إخواني حياكم الله جميعا اليوم سنتحدثوا إن شاء الله على ثلاث موضيع رئيسية الموضوع الأول يتعلق بغزة الموضوع الثاني يتعلق بالتفجير العنيف التفجير الإرهابي في موسكو والموضوع الثالث يتعلق فيما يسمى الانتخابات الرئاسية بالجزائر ومقال لما يسمى أيضا بوكاة الأنباء الجزائرية وكاة الأنباء العصابات وكيف بررت وفسرت تسبيق الانتخابات على وقتها كما يسمونها عارفين أنها هي كل هذه شكلياتي على كل حل لكن سنناقشهم فيما يقولون وفي أكاذيبهم لنرى لماذا في الحقيقة هذا التسبيق وهذا التوقيت بداية إذن في غزة تستمر الهمجية والتوحش الصهيوني يستمر قتل المدنيين قتلا بشعا مجازر متواصلة قتل للناس في بيوتهم ومستشفى الشفاء والإعدامات تجاوزت مئة إعدام ومئات كانوا محاصرين بعضهم استطاع أن يغادر لكن ما زال كثيرين هناك بما فيهم الأطباء تدمير مراكز العلاج تدمير كل شيء موت مرضى وتفجير تفجير الغرف انتاحهم وغرف العلاج علنا كل هذا ما زال مستمرا اليوم كان هناك كوتيريش كان الأمين العام للأمم المتحدة أمام أمام مدخل غزة من الجانب المصري كان يشعر بالغضب ويشعر بالألم وقال كلام قوي حقيقة وقال بأنه يجب أن يتتوقف إطلاق النار ويجب دخول مساعدات ولا يعقل أن يكون وراءنا على بعد مئات الأمطار فقط ناس يموتون جوعا في حين أن هناك آلاف الشاحنات تنتظر على الجانب المصري كوتيريش كان مع وفد من الأمم المتحدة وكان يشعر بالألم وبالحصرة لما آلت إليه والحقيقة أن وجود كوتيريش هناك من العام الأمم المتحدة ولديه موقف يعتبر متقدم جدا على الكثيرين من المسؤولين الدوليين وكان هو من الأوائل كما نعرف الذي قال باللي 7 أكتوبر ما جاتش من 7 أكتوبر ما نبعتش يوم 7 أكتوبر ما حدث في 7 أكتوبر رغم إدانته لما قامت به المقاومة إلا أنه قال أن هذا لم يأتي من فرخ لم يأتي هكذا طبعا هذا كان أغضب الصهاينة غضبا شديدا أغضب حلفائهم في الغرب أنذاك خاصة في الأيام الأولى نحن نتحدث على الأيام الأولى بعد تغير شوية المواقف تا الغرب ونحن نرى أنهم اليوم هما في حرج حقيقي دول غربية رأي في حرج حقيقي على رأسها الولايات المتحدة الولايات المتحدة لبلينكين كان هنا كما نعرف كان التقى كان التقى بن سلمان قبل ثلاث أيام ثم التقى سيسي ثم التقى نتنياهو أمس وأمس كان خرج أدل بتصريح بل ما يأخذ الطائرة من 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 تل أبيب إلى الولايات المتحدة خرج وأدل بتصريح وفي التصريح كان واضح من ملامح وجهه بالانزعاج كان وجهه يعبر عن الانزعاج وقال بأنه نصح نتنياهو بأن لا يذهب إلى رفح وقال أن الذهاب إلى رفح خطأ وقال أن هذا يضر إسرائيل وأشياء أخرى كثيرة ربما ندرك نشوف بعض التفاصيل فيها أن القضية على رغم الضمار الهائل القتل اللي تجاوز الآن 32 ألف هؤلاء اللي بالأسماء ناهيك عن حوالي ما بين 7 إلى 10 ألاف تحت الردم أي أكثر من 40 ألف قتيل نحسبهم شهداء بإذن الله وما يقارب من 75 ألف جريح أحد المسؤولين في منظمات حقوقية في منظمات خيرية قال إن أكبر تجمع لأطفال مقطوعي الأطراف يوجد اليوم في غزة في العالم أجمع أكبر تجمع لأطفال قطعت أطرافهم قطعت أرجلهم قطعت أيديهم قال يوجد في غزة وقال يوجد أكثر من ألف طفل هذه اللي أحصوه قطعت أطرافهم في غزة طبعا العدد أكبر بكثير من ذلك لكن على الأقل هذا هو من اللي أحصوه حقيقة أن هناك تذمر عالمي يتصعد تذمر عالمي داخل المنظمات الحقوقية داخل المنظمات الخيرية داخل المنظمات الإنسانية داخل كل هذه الإضافة إلى الأمم المتحدة اللي كما نعرف قد قلت هذا مرارا هنا أن إسرائيل كانت دائما هي فوق القانون وفوق الجميع لكن فيه انتقادات نشوفه بعد قليل أيضا مقال في الفورن بوليسي وهي واحدة من أشهر المجلات والمواقع الأمريكية وذات تأثير هائل كاتب المقال يقول إن إسرائيل قد أصبحت عبءا على الولايات المتحدة بدأت الأصوات تتصعد طبعا هذا الكلام قالوا كثير الآن من أعضاء مجلس النواب ومن السيناتورات وهذا الكلام مهم ومهم جدا برغم أن بعض إخواننا تفهمهم لما يقولوا لا وأمريكا وهي ثاني فعلت هذا الكلام كله صحيح نحن مش مختلفين حوله لكن عندما يصبح الخصومة عندما كانوا من قبل كان هناك إجماع على إسرائيل بمعنى أن إسرائيل هي تلك البقرة المقدسة التي لا يطولها أي انتقال التي لا يمكن الإشارة لها ولو تلميحا بأنها أخطعت الله أم إلا في فترات قليلة هكذا وإن حدثت ما أحيانا بعض المشاحنات بينهم وبين رئيس أمريكي في إدارات سابقة لكن في العشرين سنة الأخيرة هذه خاصة من 2001 أصبحت إسرائيل ذلك المقدس الذي ممكن أن تقول أي شيء في أي إنكان في أي جهة في أي فكرة في أي دين في أي إنسان إلا الكائن الإسرائيلي هذا يتغير وهذا يجب أن نفهمه ويجب أن نفرح به من منظور الانشقاقات حول هذا الكيان الإجرامي هذا مهم جدا هناك اليوم انقسام في الولايات المتحدة هناك اليوم مسؤولين في الحزب الديمقراطي وبعضهم من كبار الصهاينة شونك شومر هذا تحدثنا عليه من قبل وفي غيره وهو أرفع يهودي يصل إلى أعلى منصب اليوم شنه جوما على نتنياه وقال إنه يخاطر بمصير إسرائيل وإنه يجعل إسرائيل منبوذة هذه الكلمة بالذات منبوذة أعادها بلينكين في أحاديثه وقال إنه يخاطر بأن الضرر الرهيب ليصل إسرائيل رح نشوفه أيضا مسؤول أمريكي وش يقول على هذا الوضع هذه مهمة جدا لأن هذا الكيان الإسرائيلي كان وكأنه جبل لا يمكن إحداث أي ثغرة فيه وأنه الكل مجمع على دعمه تتغير أمور الآن نقول الكل في الغرب سياسيين وكانت الأصوات الشعبية أو الأصوات المعارضة أو حتى بعض السياسيين القليلين جدا اللي عندهم موقف مختلف كانوا يشعرون بضغوطات رهيبة جدا وبعضهم دفع ثمن بعضهم بمجرد انتقد إسرائيل اضطر إلى الاستقال وهذا كله في الحقيقة يثبت أننا أمام هذا الوضع وأمام هذا الكون أمام هذا الوضع الأمور تتغير الأمور تتغير وهذا مهم جدا وإن كان هناك ثمن وثمن غالي لعلكم تابعتم أيضا قبل قليل جاءت أخبار من أن ليس هناك اتفاق وذكرت مصادر مقربة من المقاومة من أن ما طالب الكيال الإسرائيلي أو ماذا كان رد الكيال الإسرائيلي على المطالب المقاومة والمقاومة اعتبرت أن الكيال الإسرائيلي قالوا هنا سرح العبارة أنه أن نتنياهو يريد مضيعة الوقت وأنه يضيع الوقت دعنا نشوف بالضبط ماذا نقل في آخر ما قيل الرد الإسرائيلي عرض عرض عودة مقيدة لألفين نازح يوميا لشمال القطاع بعد أسبوعين من بدء التنفيذ يعني ذكروا مجمل ما كان الرد الإسرائيلي في النهاية الرد الإسرائيلي اعتبرته المصادر الفلسطينية مصادر المقاومة من أنه ليس جادا وأنه لا يريد لا يبحث حقيقة عن حل لا يبحث حقيقة عن الوصول الاتفاق بمقتضاة تكون هناك هدنة وإن كان قبلة بشروط أن يكون هناك وقف إطلاق النار وهذا من قبل ما كانش الكيان هذا يتقبل كلمة وقف إطلاق النار نهائيا بعدها بقليل أعلنت المقاومة عن وفاة الأسير الصهيوني بيجيف بخطاف 34 عاما بخطاف هذا وكانه اسم عربي طبعا كان هناك اليهود العرب كما تعرفون بيجيف بخطاف 34 عام نتيجة نقص الدواء والغذاء وقالت المقاومة من أننا كنا حذرنا سابقا أن أسر العدو يعانون ذات الظروف لعانيها شعبنا من الجوع والحرمان ونقص الغذاء إذن ليس هناك جديد طبعا الرد اللي قالت المقاومة أشعل المظاهرات في الكيان الإسرائيل بمجرد أنتهى السبت واليوم حتى هذا السبت هو سبت خاص عندهم سبت يلعانون فيه ما يسمونه بالعماليق بمجرد ما انتهى يوم السبت اللي يكونوا مضطرين فيها لا يقوموا بأي شيء بداية السبت إلى نهاية اليوم السبت خرجت مظاهرات عارمة في الكيان الإسرائيلي للمطالبين برحيل نيتنياهو وحكومته ومعهم طبعا أهالي الأسرى الإسرائيل جوتيريش إذن اللي كان هناك كما قلنا كان أمام مدخل المدخل إلى غزة من جهة الرفح أو من جهة الأراضي المصرية اللي راهي تحت الرونجيرس انتع السيسي واللي حقيقة لو كان هناك نظام لا أقول وطني لا أقول شعبي لا أقول دولة قانون في مصر كان في حد أدنى من الكرامة أحد أدنى من الوطني أحد أدنى ما كان الكيان الصهومي أن يقدم على ما قدم عليه الحقيقة أن هناك ثلاثة دول أساسا أربعة دول في الحقيقة أزيد معهم الميليشيا تعباس هذه الأربع دول تنسب إلى أنها دول عربية لعبد دور رئيسي وما تزال تلعب هذا الدور فيه تدمير غزة وفي السماح للكيان الإسرائيلي بأن يفعل ما يقوم به ولو اتخذت مواقف معينة لا استطاعت أن توقف هذه الحرب أول هذه الدول السعودية ما زال في حديث بلينكين المصادر قريبة بلينكين قالوا من أنه أعاد فتح الملف مع ابن سلمان على قضية التطبيع قالوا ما عندناش مشكلة تنتهي هذه الحرب ونطبعه مع إسرائيل بينما لو أن في حد أدنى من الكرامة الإنسانية ومن الوطنية خلونا نقوله من الإسلام والدين خلونا من هذا منهم هذا وطبعا لا 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 شيء فيه من كل هذا لو اخرج بن سلمان مثلا منذ الأسبوع الأولى وقال إذا استمرت هذه الحرب لن يكون هناك تطبيع معنا أبدا ولن تكون لدينا علاقات مع الكيان الإسرائيلي وسنوقف كل العلاقات التي بدأناها في السر وفي العالم كان الكيان هذا يتلقى ضربة كبيرة جدا لو كان تبعه ملك الأردن اللي هو طبعا خرج في الكلام قالوا كلام هو وزير زوجة الملكة رانيا كما تسمى إلى آخره لكن عمليا أكثر المواد خاصة المواد الفلاحية الغذائية خضر الفواكه بشكل أساسي تأتي من الأردن إضافة إلى تركيا للأسف لهذا الكيان والممر اللي فتحته الإمارات يمر على السعودية يأتي من دبي إلى يمر على السعودية يمر على الأردن لو خرج رئيس دولة المسخ هذه الإمارات بن زايد وقال نحن سنوقف كل التعاملات وضعوا عن تعاملات الإمارات رهيبة جدا مع هذا الكيان إذا لم تتوقف هذه إلى قتل المدنيين لا توقف الأمر إمارات تقدم خدمات هائلة خاصة في هذه الظروف لو خرج السيسي نفس الشيء إذن هذه الأنظمة الأربعة زايد الميليشيا اللي تسمى سلطة فلسطينية الفلسطينيين الحركة أو العملاء المرتزقة الخوانة اللي رههم يطلقوا الرصاص على الفلسطينيين لما يتظاهروا يعني جنازة قبل يومين جنازة في جينين أطلقوا الرصاص على الناس اللي كانت في الجنازة وهم الذين يعتقلون وهم الذين يعدبون الفلسطينيين وهم الذين يقدمون المعلومات للكينة الإسرائيل أغلبية هذه اللي تسمعوا فيها أن الكينة الإسرائيل يتخلي لمدينة ثرامله أو طباس أو أي مدينة أو جينين أو أي مدينة في الضفة الغربية اللي هي خضعة هذه الميليشيا هي بتعاون وتسهيل من عباس طبعا مرة أخرى نذكروا أن أموالنا في الجزائر نحن تذهب إلى عباس هذا تذهب إلى هذه الميليشيا هذه الجهات الخمسة في الحقيقة كلها تتفق مع الكيان الصهوني على شيء وهو إنهاء المقاومة إنهاءها جسديا إنهاءها سلطويا إنهاءها عسكريا وإذا استطاعوا إنهاءها فكريا طبعا الأفكار لا يمكن قتلها بالسلاح لكنهم دائما يتمنون ذلك يحلمون بذلك فهم يعتقدون أن في مصر قضوا على فكرة التحرر مثلا بدعم إماراتي سعودي إسرائيلي ودولي لكنهم في الحقيقة أجلوها فقط وأجلوا الثمن أن يكون الثمن غاليا وهذا نفس الشيء في الجزائر أيضا الفكرة فقط الوضع تعجلت الأفكار الحقيقة والأفكار هذه اللي تكون مرتبطة بشعوب بأكملها سيبقى دائما هناك من يحملها إلى أن تتحقق لكن التكلفة والثمن سيكون كبير وكبير جدا بكل أسف إذن جوتريش كان هناك كما قلنا في غزة وكان متألم جدا حقيقة وأنا هذا شخص لو كنت مثله لا استقلت لا استقلت لأنه لا يمكن أن نسميه أمم المتحدة وكل المواثيق اللي فيها والقوانين الدولية ومع ذلك دولة واحدة فالحقيقة كيان مصطنع يحتل احتلال استيطاني عنصري إجرامي بلد آخر وشعب آخر يتصرف بهذه الطريقة كان على جوتريش أن يستقيل وكان استقالة جوتريش ستحدث هزة هائلة ونعتقد أنه لو يستقيل في الأيام القادمة سيكون لها تأثير هائل لأن القوى الغربية وشعوب الغربية أخرى سترى أن ما يسمى بالنظام الدولي ينهار وينهار بشكل مدوي عندما يستقيل أشخاص مثل أمين العام لأمم المتحدة فجوتريش قال ليس هناك طريقة فعالة لتوزيع المساعدات في غزة دون وقف اطلاق النار ملتزمون بالعمل مع المؤسسات الأخرى بما فيها الهلال الأحمر الفلسطيني إلى آخره هناك فشل لآليات فضل الاشتباك وهذا ما يصعب علينا توزيع المساعدات بالرغم كما قلت بالرغم من أن الأمم المتحدة ما زالت رغم انتقاداتها لإسرائيل ما زالت يعني في حد معين لم تتجاوزه وزير خارجية الاحتلال شن هجوم عنيف مرة أخرى على الأمم المتحدة وقال بأنها معادية لإسرائيل أصلا هذا الكيل الإسرائيلي لم يقم لم تقم له قائمة من ناحية القانون الدولي ومن ناحية الشرعية الدولية إلا بقرار من الأمم المتحدة القرار واحد من يواحد قرار التقسيم اللي يعطاه 55% من أرض فلسطين التاريخية هو الآن كما نعرف يحتل 78% وسميها إسرائيل ول22% أقل من 2% في غزة و20% هي الضفة الغربية يحتلها أيضا 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية تضاعف عددهم خمس مرات منذ ما سميها باتفاقيات أوسلو اتفاقيات العار اللي ما زالت ما يسمى بسلطة الفلسطينية متمسكة به طبعا السلطة الفلسطينية هذه ليسوا أكثر من عملاء يسكنون البيوت الفارهة والبيوت الجميلة والسيارات ويمتلكون السيارات الفارهة ويمتلكون الباسبورات الخاصة ويمتلكون الحسابات ولديهم قصور ومباني وأموال في عدة دول أخرى وهم إذن كم شاء من العملاء سماهم سلطة فلسطينية ويقدمون خدمات مع ذلك سموتريتش نيتنياهو بنغفير غير راضع لهم الأمريكان يقولون لهم أنتم مجانين لو تنتفي الضفة الغربية الضفة الغربية فيها عدد أكبر من غزة قريب 3 ملايين ساكن لو الجنود والضباط والشرطة والمخابرات الفلسطينية اللي هي تحت هذه السلطة الفلسطينية كما تسمى تحت هذه الميليشيا تخرج وتشتبك مع الكيان الإسرائيلي ينتهي هذا الكيان على الأقل يكون في حالة خطر حقيقي أول أمس اشتبك معهم واحد من هؤلاء اللي كان ينتمي للسلطة الفلسطينية واحد فلسطيني مع أنه استقال من هذه السلطة من سنوات طويلة ولكن كان نضم لها في فترة معينة ويبدو أنه حصل على تدريب إلى آخره أحدث رعب حقيقي واستطاع أن يصيب عدد من الجنود الإسرائيليين وأدى إلى مقتل ضابط إسرائيلي وعدد من الجنود اللي أصيبوا لبعضهم إصاباتهم خطيرة واحد فقط لماذا؟ لأن هؤلاء هم في عدد في عدد الخمسين ألف ما بين مخابرات وشرطة وتنظيمات أخرى مسلحة تابعة لما يسمى بسلطة الفلسطينية مدربة ولديهم سلاح صحيح سلاح خفيف لك ولديهم سلاح بمعنى كفلسطينيين وهم يرون أهل غزة يذبحون بالطريقة اللي يذبح فيها لو أنها كانت بالفعل سلطة وطنية كما يسمونها لا تغير الأمر تماما لأن هذا احتلال القوانين الدولية وقبلها وفوقها شرع السماء تعطي للحق للناس اللي تحت الاحتلال تحت الظلم تحت الطغيان الخارجي فيما يتعلق بالقوانين الدولية بشكل خاص الحق في مواجهته بكل طرق سفير الصيني قبل حوالي شهر أو ذكر في مجلس الأمن قال لهم هاي اللوائح اللي تعطي الحق لشعوب محتلة بأن تقاتل بالسلاح وأن القانون الدولي يعطيها الحق بالقتال بالسلاح رد العدوان على الاحتلال بالسلاح وأن القانون الدولي يعطي الحق في الدفاع عن نفس للمحتلين أي الذين يخضعون الاحتلال وليس للمحتل وعلى ذكر السفير الصيني في المتحدة ومع السفير الروسي فقد عارضوا لائحة لأول مرة الولايات المتحدة منذ تقريبا ست شهر الآن لأول مرة مش فقط لا تعترض على مشروع لوقف اطلاق النار إنما هي لتقدمه قدمت الولايات المتحدة ربما تابعته ذلك مشروع لوقف اطلاق النار في غزة لكن طبعا درته مشروع ولكن ربطاته بعدة شروط ولذلك ممثل العصابة هذا عمار بن جامع في المجلس الأمن كان محقا عندما قال إن هذا لا يوقف قتل المدني لأن المشروع الأمريكي ليقف قتل المدني لكن طبعا موج بن جامع اللي وقف وقف المشروع الأمريكي اللي وقف المشروع الأمريكي هو الفيتو الصيني والروسي العصابة نتاعنا أو أي دول أخرى اللي ما عنداش حق الفيتو هي موجودة هناك كاديكور يعني في نهاية المطاف موج هما اللي يقره اللي يقره هو ما يسمى بالخمسة الكبار أي الخمسة اللي عندهم حق الفيتو وإذا استثنينا منهم الصين لمهيش قوة استعمارية تقليدية عندها استعمار تستعمر مثلا الإيغور على سبيل المثال وبعض الأقوام الأخرى تركستان الشرقية هذه لم تكن جزء من الصين فهذا الصين تستعمرها وضمتها لها لكن تبقى الصين إجمالا ليست قوة استعمارية إنها ليست بريطانيا ولا فرنسا ولا الولايات المتحدة ولا حتى روسيا روسيا الكثيرين لا يفهمون ربما نتيجة للبعد نتيجة أن روسيا في الحقيقة هي أيضا قوة استعمارية وقوة استعمارية كبيرة جدا مش فقط قوة استعمارية إذن الممثل إذن الممثل الروسي والصيني كلاهما دار الفيتو السؤال اللي كان مطروح يتقدر يطرحه أي واحد الروسي نحن عارفين لأن الخصومة رهي شعلة والنيران رهي شعلة بيناتهم هناك حرب بيناتهم في أوكرانيا بين الروس والغرب والأمريكان خصوصا لكن لماذا الصيني وهو يعرف أن الروسي إلى دار الروسي الفيتو خلاص انتهت القضية لماذا نضمه أيضا في الحقيقة الصين منذ أسبوع بدأت ترفع في صوتها ضد إسرائيل في الأشهر الأولى أسبوع الأولى كان صوتها خافت جدا بعد الأسبوع قبل شهرين كان صوتها بدأ شوي يرتفع لكن في حدود ضيقة لكن منذ حوالي شهر ونص تقريبا وخاصة في الثلاثة أربعة أسبوع حتى الإعلام الصيني بدأ يرفع في طبعا الإعلام الصيني مثل الإعلام في الجزائر ومثل كله أبواق بدأ كله يمثل نظام الحكم بدأ ترتفع الأصوات في الإعلام الصيني وعند المسؤولين السياسين خاصة في المجالس الدولية مثل المجلس الأمن وإذا كان مفهوم خلنا نشوف وش قال بسرعة الممثل الممثل الروسي إذا كان مفهوم ما قاله الممثل الروسي فإن دخول الصين على الخط في الحقيقة أعطى ضربة شديدة وأنا أعتقد أن الصين أرادت أن تقول الولايات المتحدة أنا لن ألتزم الحياة بدأت الآن الصين ليس ضد إسرائيل إنما ضد الولايات المتحدة أكثر منها ضد إسرائيل ما زالت الصين مربوطة بمصالح كبيرة مع إسرائيل لكن صوتها بدأ يعلو ولكن هو صوت يعلو ضد الولايات المتحدة وتريد أن تزعج الولايات المتحدة الحقيقة أن الصين وروسيا تريد لما يجري في غزة أن يستمر إذا أمكن إلى الأبد كلما استمرت كلما استمرت توحش الصهيوني في غزة كلما كان هذا مضراً للولايات المتحدة ضرراً كبيراً مضراً في صورة الولايات المتحدة مضراً للمنظمات الدولية والقوانين الدولية التي صنعتها الولايات المتحدة ومع الدول الغربية أخرى وتتحكم فيها بشكل أو بآخر مضر للخطاب الليبرالي الديمقراطي حق الإنسان لتبنىها الولايات المتحدة مضر للقضايا التي تدافع عليها الولايات المتحدة سواء عن حق أو عن باطل مثل قضية طايوان مثلاً في قضية الصين أو قضية أوكرانيا مع الروس ولذلك بالنسبة للصين وروسيا هذه القضية غزة نفعتهم نفعاً كانت هدية من السماء بالنسبة لها نفعاً غير مسبوق فوتين كان متعثر في أوكرانيا واضطر في النهاية إلى أن ينسح من حتى كيف اللي كان وصلها ثم فشل ولم يأخذ إلا أربع مقاطعات وهو اللي كان يريد أن يأخذ أوكرانيا كلها والأربع مقاطعات نصفهم الشمالي أو نصفهم الغربي مسيطرة عليه أوكرانيا هو مسيطرة على النصف الشرقي وإذا أضفنا له التمرد انتع فاغنر في عام 2023 واللي وصل إلى أقصى حدوده في 23 جوان 2023 فإن بوتين شخصياً كان مهدد حتى بالسقوط عندما سار فاغنر بشيشه بميليشياته نحو موسكو وتوقف فقط على بعد 200 كيلومتر بعد ما أعطيت له ضمانات طبعاً بعد تم اغتياله عن طريق تفجير طائرته في 23 أوت الماضي إذن بالنسبة للروس والصين اللي خرجوا في هذا عملوا هذا الفيتو كانوا محقين لأن في الحقيقة المشروع الأمريكي وإن كان يتحدث على وقف اطلاق النار إلا أنه ربطوا بمجموعة شروط بمعنى تقريباً شروط تعجزية فهم قالوا لا نحن لن نوافق على هذا وهذا يعني أنك تعطي مزيدنا الوقت لإسرائيل لتقتل المدنيين ونحن لن نوافق على هذا لكن هم في العمق يتمنون أن تستمر طبعاً هم مهم هم شريق قضية غزة وشعب غزة هذا كلام ما بالنسبة لهم يقدروا يتبنوا هكذا كخطاب إنساني لكن هذا مش مهم جداً لأن ما تفعل الصين في الإيغور هو ليس بعيداً جداً عن ما تفعل إسرائيل نعم إسرائيل تقتل بتوحش وبربرية وهمجية غير مسبوقة لكن الصين في الحقيقة ملايين الإيغور المسلمين كين أيضاً التيبت ومجموعات إثنية أخرى تخضيحها تماماً ملايين الإيغور أخضعوهم إلى إلى برامج غسل مخ كامل الروس أسوأ الروس بكل المعايير أسوأ بكثير لكن هايجاتهم غزة وأضعفت الموقف الأوكراني وأضعفت الغرب في أوكرانيا أضعفت الموقف الطيواني وأضعفت الغرب ليس في طيوان فقط وإنما في جنوب شرق آسيا كلها الغرب على رأس الولايات المتحدة ولذلك وجدنا هذا مقال في الفوران بوليسي كما قلت يقول فيه صاحب كاتب المقال وهو شخصية معتبرة وهو يسمى جون هولفمان فوران بوليسي أناليست في كاتو اسمها جون هولفمان وهو محلل سياسة خارجية في معهد كاتو أو كاتو يقول لك إسرائيل أصبحت عبءا استراتيجي على الولايات المتحدة عبء استراتيجي ليست عبءا فقط عبء استراتيجي هذا الكلام هذا ما كناش نسمعوه من في الفوران بوليسي أبدا ولا من مسؤولين مثل هذا جون هولفمان وهو شخصية معتبرة في كاتو انستيتيوت وش يقول في خلاصته قال لك الدعم الأمريكي الثابت يبدأ هكذا العلاقة الخاصة إسرائيل عبء استراتيجي على الولايات المتحدة العلاقة الخاصة لا تفيد واشنطن وتعرض المصالح الأمريكية للخطر في جميع العالم في جميع الحال العالم العلاقة الخاصة مع إسرائيل أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخراً لا عودة إلى الوضع السابق شرق وأوسط كما كان عليه في 6 أكتوبر لكن الحقيقة أن بايدن يرفض التخلي عن الوضع الراهن لا سيما فيما يتعلق بما يسمى بالعلاقة الخاصة بين واشنطن وإسرائيل وبعدها يجيب كيفاش يبدأ الدعم الأمريكي منذ 48 وتعمق خاصة في 62 وإلى درجة قال لك أن بايدن قال لا تقارن علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل إلا ببلد آخر واحد فقط وهو بريطانيا أي أن الولايات المتحدة عندها علاقتين ذات وضع استثنائي خاص هو علاقة الولايات المتحدة ببريطانيا وعلاقة الولايات المتحدة بإسرائيل بريطانيا مفهومة بريطانيا كانت إمبراطورية استعمالية كانت استعمر هذا كانت The United..! بريطانيا تشترك مع الولايات المتحدة في الثقافة الإنجليزية الثقافة الأمريكية هي الثقافة الإنجليزية اللغة الإنجليزية هي لغة الإنجليز هي المسائدة في أمريكا وبالمناسبة هذه تعالغة اللغة الإنجليزية لما جاءوا في الدستور الأمريكي ما يسمى بالأباء المؤسسين أو المؤسسون لما جاءوا يختاروا واش من اللغة يديروا أنا ذاك لأن الألمان أكبر نسبة من الأمريكيين أصولهم ألمانية حوالي 14% الآن من الأمريكي هم من الأمريكيين البيض هم والحقيقة من كل الأمريكي هم من الألمان 14% لحد الآن وصول الأمريكيين من الألمان 14% نحن نتحدث على حوالي 50 مليون أمريكي أصله ألماني ثم يأتوا الأفارقة من أصول فارقة السود ثم الإيرلنديين إلى آخره الإنجليز يجهد رطبة الخامسة أو السادسة من الأمريكيين اللي هم من أصول بريطانية وإنجليزية فكان الآن ذاك النقاش حول اللغة الألمانية واللغة الإنجليزية فازت اللغة الإنجليزية بصوتين أو فقط كان ممكن اليوم ألمانيا تتحدث أو أمريكا تتحدث الألمانية كان العالم يكون مقلوب تماماً يكون بشكل آخر إذن الولايات المتحدة عندما يكون عندها علاقات خاصة جداً ببريطانيا فهذا نتيجة للإرث التاريخي للإرث الثقافي اللغوي الهيمنة عن مستوى العالم إلى آخره والحقيقة بريطانيا هي حليف صغير هي شريك صغير الولايات المتحدة مقارنة بريطانيا ضخمة جداً اقتصاد الأمريكي يساوي حوالي كم حوالي ثمان مرات الاتصاد البريطاني أو أكثر مساحة الولايات المتحدة مع بريطانيا ضخمة جداً فرق كم أكثر من ثلاثين مرة مساحة الولايات المتحدة مقارنة مع مساحة بريطانيا سبيل المثال لكن مع إسرائيل الأمر مش مفهوم مع بريطانيا مفهوم هذه العلاقة لكن مع إسرائيل الأمر مش مفهوم ولذلك الكاتب هذا ينتقد هذا الموقف ويقول لك أن أمريكا قدمت 300 مليار دولار لإسرائيل منذ أن نشأ هذا الكيان مبلغ ضخم جداً ويقول لك أن حتى بعض المبالغ وما زال أمريكا تقدم 3.8 مليار دولار سنوية ويقول لك حتى بعض المبالغ التي تقدم للأردن ومصر هي في الحقيقة تقدم للأردن ومصر من أجل شراء السلام من تاحهم مع إسرائيل من أجل أن يكونوا تابعين لإسرائيل من أن لا يقلقوا إسرائيل فهو انتهى إلى أن العلاقة هذه مذرة للولايات المتحدة بالرغم من أن يجيب هو كلام سيناتور لينسي جراهام يقول لك أن لينسي جراهام يقول إن إسرائيل هي عيوننا وأذاننا في تلك المنطقة عيون وأذان أمريكا في تلك المنطقة مع ذلك يقول لك كل ما يقولهم السياسيين الأمريكيين بما فيهم بايدن اللي قال لو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدناها يقول لك أن هذا الآن إذا قارننا بالضرر بعد غزة بعد 7 أكتوبر فإن ضرر إسرائيل أصبح ضررا كبيرا بل أصبح عبعا استراتيجيا كلام خطير هذا لم نكن نسمعه من قبل والحقيقة أن أيضا مساعد وزير الخارجية ويسمى بيل روسو الذي يشرف على الشؤون العامة في وزارة الخارجية قال لمسؤولين لمسؤولين إسرائيليين في مكالمة هاتفية مسؤولين في الخارجية الإسرائيلية قالوا إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان مشكلة مصدقية كبيرة نتيجة لهجوم لا يحظى بشعبية للجيش الإسرائيلي على غزة وفق القراءة الأمريكية وتقول المذكرة التي نشرت من أن إسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا كبيرا وأن هذا الخطأ الاستراتيجي الكبير سيستمر لأجيال وأن لا يمكن إنكار الضرر الجسيم الذي لحق بصمعة إسرائيل في جميع أنحاء العالم بسبب حربة على غزة نحن نشعر بالقلق من أن الإسرائيليين يرتكبون خطأا استراتيجيا كبيرا في شطب صمعتهم حتى بلينكل اليهودي كما تعرفون هو عندما وصل في الأيام الأولى بعد 7 أكتوبر قال أنا وصلت هنا كيهودي قبل أي شيء آخر قبل وزير خارجي أمريكي يقول إن نتنياهو يخاطر بقتل المزيد من المدنيين ويخاطر بإحداث فوضى أكبر في توفير المساعدة الإنسانية ويخاطر بالمزيد من عزلة إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها وما كانتها على المدى الطويل للخطر هذه الآن إذن من كبار المسؤولين الأمريكيين على رأسهم اسمعناها من عند اليهودي شومر الآن من عند اليهودي بلينكين وهم مسؤولين كبار مسؤولين أمريكيين يريدون أن ينبهوا وليس يهود فقط إنهم يهود صهاينة بمعنى أن دعمهم لإسرائيل لا نقاش حوله إنما يعتبرون أن الحكومة القائمة اليوم وتصرفاتها في غزة وتوحشها اللامحد طبعا بدعم أمريكي يعتبرون أنها ذهبت بعيدا هما وصلوا إلى معضلة لكان وقف السلاح على إسرائيل يقولوا لن نبيع إسرائيل سلاح في المستقبل ينتهي هذا الكيان يقدمونهم السلاح قاعدين يديروا في مجراز رهيبة وأصبح ضررها على الولايات المتحدة ونتنياهو لم يعد يستمع له ونتنياهو اليوم تحدث مع الجمهوريين يعني وصل الآن إلى أن هناك انقسام الجمهوريين استقبلوه في الكونغرس بينما الديمقراطيين قالوا لن نتحدث إليه أي أن الاشكال لم يعد إسرائيليا فقط أصبح ننتنياهو عبءا استراتيجيا على المصالح الأمريكية وأصبح مشكلة وهو في طريقه أن يتحول إلى مشكلة حقيقية داخلية للولايات المتحدة وإلى التقسيم الأمريكية لانقسام الشعبي موجود انقسام المنظمات موجود غضب السياسيين موجود لكن قد يذهب أبعد من ذلك لأننا في سنة انتخابات رئاسية وهو أكيد الآن يتلقى مزيد من الدعم للجمهوريين مما يعني أن الديمقراطيين سيبتعدون وإذا ابتعدت ديمقراطيين ديمقراطيين هم اللي يسيطروا على وسائل الإعلام تقريبا 80% وسائل الإعلام الأمريكية اللي هي القنوات والمواقع الجرائر الكبرى هي تابعة الديمقراطيين وليس الجمهوريين فهذا كله يؤشر ويبشر بأن هذا الكيان أصبحت سنوات معدودة والضرر يتلقاه هو بفقدان أن يصبح منبوذا أن يصبح ضرر جسيم في هذه الأيام في الجامعات البريطانية هناك غضب شديد أيضا لكن بعض منكم شاهد نساء بريطانيات حلقنا رؤوسهن تعاطفا مع الفلسطينيين وعليش سنشوف اللي عندي الصورة هنا إذن مجموعة من النساء قطعوا روسهم قطعوا شعورهم عفوا وقالوا هذا أقل شيء ما يمكن القيام به لأن نساء الفلسطينيات رهم لا يجدون ماء وبالفعل في فلسطين كثير من النساء أيضا قطعنا شعورهم علاش لأنهم لا يستطيعون نظفوا أنفسهم والشعر يتطلب مياه وهما ما عندهم حتى مياه شرب فهذه غربيات وجدوا أنه من طرق بش يجلبوا الانتباه لما يحدث لنساء الفلسطينيات خاصة أن هذه الأيام مر ما يسمى بعيد المرأة وفي عيد الأم خلاهم يقطعوا حتى شعورهم وهذا حقيقة الضمير الإنساني الضمير الإنساني عندما يتحرك في الناس وهذا واحد من المواقف حقيقة هناك مئات المواقف اللي شفناها من عند غربيين ما عندهمش علاقة بيهم ما مش عرب ما مش مسلمين ما لكن من ناحية الإنسانية قالوا ما اقترناش لم نعد نستطيع أن نشاهد هذا الناس هذا البشر وما يحدث لهم وهو ليس شيء طبيعي إنه ليس ززال إنه ليس فيضان إنه ليس بركان إنه من عمل ناس آخرين هذا كله مهم جدا في هدم الصنم الصهيوني الذي تأتيه ضربات متصاعدة الآن ولكن عقلية الانتقاء وفكرة البقاء في السلطة لنتنياهو ولمن معه عماهم إلى درجة أنهم يرتكبون أقطاع استراتيجية باعتراف من أصدقائهم الأمريكيين بما فيهم اليهود الأمريكيين بما فيهم فطاحلة إذا شئنا أو أقطاب الصهيونية الأمريكية نختموه بربما هذا الموضوع ب زل عنا الموضوع الروسي وموضوع تبون اليوم هذه نائبة أمريكية أيضا واش تقول تصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية إبادة جماعية وصفت عضو الكونغرس الأمريكي أليكساندريا أوكاسيو كورتيز العدوى الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه إبادة جماعية وقالت النائبة إن هذه الإبادة بدأت تتكشف وذكرت أن قادة إسرائيل يعجلون المجاعة بغزة عمدا بمنع الغذاء والمساعدات وناس كثيرين جدا يقولون هذا الكلام هذا اليوم اليوم سبت هذا بالذات هذا السبت من كل عام في مثل هذا السبت مثل اليوم تتم في المعابد اليهودية بكل مكان قراءة قصة عمليق من التوراة وأن يتذكر ما فعله باسم تذكر ما فعله بك العمليق يقول أحد الكتاب في يدعو تحرنوت العمليق هم ذلك العدو الذي جاء من العدم مجهزا بأفضل أسلحة ليضمر الأمة الشابة والضعيفة التي خرجت للتو من مصر منذ ذلك الحين وإلى الأبد أوصى شعب إسرائيل أي أن الرب أوصى الرب شعب إسرائيل بأن لا يرحم عدو يقوم علينا بلا سبب ليقتلونا ولكن قبل كل شيء يأمرنا بعدم النسيان تذكر ما فعله بك العمليق هم عندهم نص في في فيما يعرف بكتاب سومويل عندهم نص على أساس أن الرب عز وجل وحاشى أن يكون أن الرب إلهنا وإلههم واحد حاشى أن يقول هذا الكلام لكن وش يقول لهم الرب في كتاباتهم هم المزورة يقول لهم أريد أن أقرأ النص بالذات آه نعم وهنا وهذا في في سفر سومويل تلتعش واحد خمستاش قال الرب الآن اذهب واضرب عمليق واستبيحوا كل ما لهم ولا تعفوا عنهم بلقتل رجلا وامرأة وطفلا ورذيعا بقرا وغنما جملا وحمارا هذا هو النص اللي منشور عندهم في التورات في هذا الفرع الخاص بهذا اللي اسمه سامويل يقول لهم على أساس أن الرب عز وجل قال لهم العمليق هذون تقتلونهم تقتلون رجالهم ونساءهم أطفالهم ورضعهم حميرهم وجمالهم بقرهم وغنمهم لا تتركون شيء هو بالضبط ما نشاهده الآن والمسؤولين الإسرائيلي نتنياهو بنت مجموعة كبيرة من المسؤولين إسرائيلي بن الخفير سموتريتش خحاماتهم كلهم عادوا هذا النص آلاف المرات منذ السابع أكتوبر ويضعون على أساسا العمليق هم الفلسطينيين الحاليين والحقيقة أن القرآن ذكر لنا القصة لكن بشكل طبعا مختلف تماما عن هذا التزييف والتزوير من بين ما جاء في القصة هذا كان في سورة المائدة تقول الآية دعونا نقرأها باش نكون دقيق قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين يا موسى إنا فيها طبعا جبارين وإنا لن ندخلها لن ندخلها ما داموا فيها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون سورة المائدة 22 طبعا في الآية الأخرى تجي من بعد فاذهب أن تنبك فقاتل فإنها هنا قاعدون إلى آخره إلى آخره وثم وإن يجي التحريم عليهم الآية تتحدث بأنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض إلى آخر القسر هنا في الآية مذكور إن فيها قوما جبارين هما هذا القوم الجبارين هما اللي يسموهم العماليق أو العمالقة في بعض الكتابات تسمى العمالقة أي أنه كان فيها قوم أقوية أشداء فأرعبوهم بالرغم من أن سيدنا موسى كان معهم سيدنا هارون كان معهم وكان المباركة الإلهية معهم هنا أرى هم كانوا خرجوا من مصر تحت الطغيان فرعون إلى آخره إلا أنهم وهنا من هنا تبدأ تظهر بعض السيمات التي تخصهم كالعادة تلاعب يعني والرعب والجبن إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها ما دموا فيها فاذ وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون هذه هي القصة الحقيقية ولذلك في الحقيقة حرمت عليهم الأرض وطبعا حسب التفاسير بعض التفاسير تقول أنها حرمت عليهم إلى الأبد وبعضها تقول أنها حرمت عليهم أربعين سنة في الآية لأن الآية ذكرت دون أن أطيل في هذا الموضوع هم يأتون ب آيات في كتبهم وهذه الآيات مزيفة مقاطع دينية على أساس أنها من الرب ولا يعقل أن الرب سبحانه وتعالى أن يأمرهم بقتل الأطفال وقتل الرضع وقتل الحيوانات وقتل النساء لا يعقل بطائعة الحال لكنهم يستخدمونها ويستخدمونها بشكل كبير جدا وهذا أيضا أثار مشكلة اليوم في الغرب كثيرين في الغرب يقولون نحن نقول أننا علمانيون ويجب وضع الدين جانبا وننتقد الآخرين إذا ما استخدموا الدين وخاصة المسلمين إلى آخره لكننا في الحقيقة ندعم نظام وحكومة تستند في كل ما تقوم به إلى كتبها المقدسة إلى التوراة طبعا هما اليهود لا يعترفون بالإنجيل ولا يعترفون بالمسيح إذن التوراة بين قوسين ما يقولون همش التوراة المزورة لكن نحن عارفين أنها مزورة هذه رهي تطرح في شكال كبير جدا لدى الغرب العلماني الأوروبي لكثير منه حتى ملحد ولكنه يجد نفسه في تناقض رهيب يدعم في دولة ودعموها في 2018 عندما علنت نفسها إسرائيل علنت نفسها دولة يهودية ودولة لليهود والآن يستمعون إلى زعماء إسرائيل وعلى رأس نتنياهو يعود إلى مقاطع أو آيات من التوراة التي في الحقيقة تدعو إلى الإبادة هذه الآيات المزورة في التوراة هذه المقاطع هذه الأصفار سميها كما شئت هذه الجمل تدعو للإبادة لا يعقل أن تأتي من الله سبحانه وتعالى ولا يعقل أن يقبلها الإنسان قتل الأطفال والرضع هذا في كل الشرائع في كل الضمائر في كل الأديان في كل القوانين لا يجوز هناك إشكالات كبرى تجرتها 7 أكتوبر وهذه الإشكالات في الحقيقة كلها في النهاية راح تصب في تفكيك هذا الكيان اللي الآن مؤرخين يهود بعضهم كبار مؤرخين يهود يدعون إلى تفكيك الكيان الصهيوني لأنه خطر على اليهود قبل أن يكون خطر على الآخرين اسمع جيداً يقولون إنه خطر على اليهود قبل حتى أن يكون خطر على الفلسطينيين نعيش أحداث استثنائية وأوضاع بالغة الأهمية والتقلبات وما كان مقدساً وما كان لا يلمس وما كان فوق الجميع تتغير الظروف 7 أكتوبر هذا شيء استثنائي سيذكره التاريخ أنه قلب العالم وليس فقط منطقة الشرق الأوسط نحن على أبواب تغيرات هائلة وستعنيننا مباشرة تعنيننا بداية كسكان لهذا العالم ولكن تعنيننا كسكان للمنطقة لشمال إفريقيا والشرق الأوسط للمنطقة العربية والإسلامية تعنيننا بشكل كبير وخطير ومع ذلك الأقوام اللي يحكموا هذه البلدان أغلبية العظمى منهم عايشين في عالم أخرى قبل أن ننتقل إلى عوالم تبون وأمثاله دعونا نمر على ما حدث في روسيا وما حدث في روسيا هو أيضا بالغ الخطورة في الحقيقة نبدوها بالخبر ربما في بعض الناس ما تبعوش كثير أو ليس لديهم تفاصيل ما حدث فقد فدت وسائل الإعلام الروسية أن أربعين قتيلاً على الأقل سقطوا في الهجوم المسلح على مجمع كوركوس في موسكو وخالت وزارة الطوارئ الروسية أن مجهولين أطحوا النار في قاعة كروكوس سيتي هول في منطقة كراسنو جورسك والواقع في ضواحي العاصمة موسكو أشارت الوكالة وكالتاس نقلاً عن مصدر في هذه الوزارة أنه يجري حالياً إجلاء زوار المجمع الترفيهي وأكدت ورزارة الصحة بجوء هذا كان في البداية هذا عندما عليننا الخبر أمس مساء في البداية الحقيقة أن عدد الذين قتلوا من المصادر الروسية الآن تتحدث على 133 قتيل وتتحدث على 107 جريح خلينا نشوف بعض المصادر الروسية أيضاً هذه المصادر الروسية هذه المصادر الروسية اليوم هذه المقابع الخلاصة أن مجموعة قالوا أنهم خمسة أفراد قاموا ودخلوا على مسرح كانوا يحملون رشاشات وقنابل ومواد سائلة ودخلوا على مسرح في ضواحي موسكو وبدأوا بإطلاق النار بدأوا بإطلاق النار وبحرق المبنى أدى هذا إلى فوضى عارمة كان موجود مئات الأشخاص داخل هذا المبنى وهو عبارة عن مبنى مسرح وأدى التدافع وأدى إطلاق الرصاص والحرائق أيضاً التي أشعلت والقنابل التي ألقيت أدى إلى مقتل العشرات في البداية لم يكنوا متأكدين ذكرت الأخبار الأولى 40 ثم تحدثوا عن 62 ثم قالوا أن الرقم ممكن وصل إلى 90 وفي الأخير تحدثوا على 143 لكن اليوم الروس قالوا لا أن العدد الدقيق هو 133 وأن هناك أكثر من 107 جريح منهم 60 بحالة خطورة حتى أن بوتين خرج وكان منزعج وغاضب وألقى كلمة كانت هذه الكلمة نتاوي الخلاصة أن وصف الحادثة قال نواجه قتل جماعي نواجه عملية إرهابية طلب من السكان الروس أن يهدأوا من أن الحكومة والنظام الذي هو يقود طبعا كما نعرف قالوا أنه أعيد انتخابه قبل أيام فقط أنه تحت السيطرة وأنهم لقوا القبض على مجموعة من المهاجمين أربعة في الحقيقة لقوا القبض على أربعة وقال بأنهم يجروا التحقيقات وأن الذي المتورد في العملية أي إن كان قال سيدفع ثمن وسيدفع ثمن غالي جدا ذهب الرئيس السابق الروسي ميدفيدف يعني كان رئيس واجهة كان الرئيس الحقيقي اليوم هو بوتين ولكن حطه لفترة معينة باش يقدر يعود يتلاعب في الدستور فديمتري ميدفيدف اللي كان رئيس الروسيا وكان أيضا فترة معينة رئيس حكومة بعث برسالة إلى ضحايا المركز كروكوس سيتي هول يسمى هذا المركز يسمى كروكوس سيتي هول وعزاهم إلى آخرين لأن اللي لفت الانتباه هو قال على صفحته في تليجرام قال إلى عائلات القتل الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي خالص تعازي وصادق المواساة لجميع الضحايا الإرهابيون يفهمون فقط بالرد عليهم بقوة لن تجدي المحاكم اسمعوا مليح لهذه الكلمات لن تجدي المحاكم والتحقيقات نفعا إذا لم تواجه القوة بالقوة بالموت من خلال الإعدام الكامل للإرهابيين ومحاسبة من؟ أسرهم تلك تجربة عالمية أضاف إذا ثبت أن هؤلاء الإرهابيون يتبعون للنظام أن هؤلاء الإرهابيون يتبعون للنظام كييف فسنقضي عليهم وعلى مسؤوليهم يجب العثور عليهم جميعا والقضاء عليهم بلا رحمة باعتبارهم إرهابيين واختتم قائلا الموت مقابل الموت طبعا مجموعة ملاحظات على هذا الخطاب هذه مش دولة قانون هذه تولي مافيا هكذا يقول بأن أن وجههم بالقوة الإعدام للإرهابيين محاسبة أسرهم وهذا لأن هناك تجربة عالمية تجربة الأساسية هي تجربة صهاينا هي اللي نتحاسب أسر اللي يسموهم هما إرهابيين المهم طبعا هذا الخطاب في الحقيقة يضر روسيا على الصعيد القوانين الدولية إذا ما زال بقي شوية قوانين دولية يضرها لكن هو طبعا قالوا في خضم الغضب والشعور بأنها ضربة شديدة أيضا وأيضا العقل الانتقامي أخطر شيء اللي يكونوا عندهم مسؤوليات ويخرجون يتحدثون للعالم أن يتحدثوا بخطاب انتقام لأن الخطاب الانتقام قد يريح قليلا أتباعك الذين يستمعون إليك الذين هم معك الذين هم في جهتك لكن العالم الآخر يسمع وعندما يخرج مسؤول مثل هذا كان رئيس روسيا وكان رئيس حكومتها ويقول من أننا سنقوم بإعدامهم وأن الموت مقابل الموت وأننا سنتعرض لأسرهم وا 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 حتى قبل أن يعرف منهم هذا كله يوريلك على التوحش الذي يتراكم في هذا العالم إذا تجاوزنا هذه النقطة فإن الروس قالوا بأنهم دعونا نرى أيضا بعض المقاطع الأخرى نتعلي لألقوا عليهم القبض حسب ما قالوا هذا أحد الإرهابيين كما قالوا وأن أصدقوا أطلقت النار على الناس لماذا مقابل المال مقابل كامل المال حوالي نصف مليون روبل لمن استلمت المال لم أستلم بعد استلمت نصف المبلغ فقط بالبقاقة البنية من أين حصلت على الأسلحة فقد وفروا الأسلحة بأنفسهم منهم لا أعرفهم تواصلوا معي عبر التليجرام دون ذكر أسمائهم أو أي شيء هذا مقطع من واحد قالوا أنه إرهابي وقالوا أن اسمه شمس الدين على أساس أنه مسلم إذن كذا شمس الدين وكيفاش قالوا له كما سمعته كيفاش قالوا أنهم تواصلوا معي طريق تليجرام عرضوا علي 500 ألف روبل 500 ألف روبل هي كم؟ هي ممكن في حدود كم هي 500 ألف روبل نظرنا الآن سيقوم بإذن 60 أو مقابل دولار معناها في حدود 10 ألف دولار تقريبا تقريبا نقلش قليلا وقالوا أعطاوني النصف ووفروا للأسلحة إلى آخر هما الروس قالوا أنهم ألقوا القبض على أربعة من الخمسة داعش سارعت إلى تبني الموضوع ساعتين أو ثلاثة بعد العملية العملية أدت إلى حالة من الخوف المراسلين اللي كان أنا استمعت إلى أحد المراسلين قال إن موسكو اللي هي تعج بالناس ليلة الجمعة لأن السبت والحد عطلة وطبعا للصهرات إلى آخره قال أن المدينة شبه فارقة والسلطات الروسية طلبت من كافة من كافة المسؤولين داخل روسيا بأن يمنعوا أي تجمعات حفلات مصارع سينما إلى آخره معدى الأشياء اللي هي ضرورية مثل التسوق إلى آخره أعلنوا حالة الطوارئ في الأجهزة الأمنية والأجهزة المخابراتية وفي الجيش وعلى الحدود هؤلاء قالوا بأنه ألقوا عليهم القبض وهم فارين إلى أوكرانيا بالقرب من أوكرانيا واحدة ألقوا عليه القبض في المكان والآخرين ثلاثة عندما كانوا يفرون في اتجاه أوكرانيا أوكرانيا سارعت إلى نفي أن يكون لها أي علاقة بالموضوع وأدانت العملية وذهبت أكثر من ذلك قالت إنها عملية قامت بها المخابرات الروسية إن المخابرات الروسية هلا لوراء هذه العملية من أجل أن تجمع الروس حول قضية الحرب وأن تزيد في قتل الأوكران خاصة المدنيين الولايات المتحدة بدورها سارعت إلى نفي أن تكون للكورانيا أي دور وقالت الولايات المتحدة من أنها تشاركت معلومات استخباراتها مع الروس قبل أيام وأخبرتهم أن عملية إرهابية على بواب أم تحدث وهذا جاء لتبرير الناس قالوا لي أن الصفارة الأمريكية في موسكو كانت أعلنت للأمريكيين قالت لهم خذوا حذركم وهناك حدث أمني سيحدث في روسيا فخذوا حذركم وما تذهبوش إلى أماكن إلى آخره الروس عندما سمعوا هذا التحذير الأمريكي قبل أيام كانوا نزعجوا منه بشدة عندما حدثت العملية خرجوا بعض المسؤولين الروس والإعلاميين الإعلام الروس يقول إذن أمريكا هي المتورطة لأن الصفارة نتاحهم في موسكو كانت أعلنت عن هذه العملية قبل حدوثها بعدة أيام الولايات المتحدة ردت قالت هذا كلام سخيف نحن فقط أخبرناهم من أن عملية إرهابية على أبوابا تحدث وقلنا لهم خذوا حذركم يعني للسلطات الروسية وبطبيعة الحال حذرنا الأمريكان هذا دورنا الإعلام الروسي عندما ترى الإعلام الروسي المعلقين بعض السياسيين إلى آخره كلهم يتهمون في الغرب ويقولوا أن في الحقيقة داعش هذه داعش خرصان داعش خرصان هذه داعش مش موجودة قالوا هي موجودة هذا الاسم داعش خرصان بالذات موجودة في أفغانستان صحيح ويقاتل طالبان وأقدم على بعض العمليات في بعض الدول آسيا الوسطى لكن قالوا أن داعش تقريبا انتهت لم تعد موجودة إلا في أماكن ضعيفة جدا والدليل أننا لم نشهد لها أي عمليات في دول أوروبية وفي دول مثل تركيا إلى آخره في السنوات الأخيرة إذن من هو الفاعل حسب الإعلام الروسي وكثير من معلقين حتى بعض السياسيين بعض النواب الفاعل هو الغرب والمنفذ هو أوكرانيا والمخابرات الأوكرانية بوتين ما قالش هذا الكلام قال سننتظر التحقيق لكن يبدو أنهم يتجهون إلى تبني أن أوكرانيا هي التي أقدمت على هذا العمل خاصة أنهم قالوا أن الثلاثة من أربعة ألقوا عليهم القبض في الحدود الأوكرانية بعض اللي استوجبوهم أيضا من هذه الثلاثة قالوا أننا تلقينا أموالا من أوكران ليس هذا اللي مررت لكم واحد آخر قال هذا الكلام قال أننا تلقينا الأموال من بعض الناس اللي هما يتحدثون اللغة الأوكرانية من الفاعل؟ طبعا هذا هو السؤال المطروح هل قامت بها بالفعل المخابرات الروسية من أجل تبرير هجمة كبرى على أوكرانيا وقتل ربما الألاف حتى بما فيهم مدنيين على أساس الانتقاء؟ واحتمل هل قامت بها أوكرانيا من أجل هز صورة الرئيس الروسي وأنه حتى مع انتخابك ومع حديثك على سيطرتك على الوضع ومع بعض التقدم داخل الحرب الأوكرانية فإننا نستطيع أن نأتيك إلى موسكو ونهز موسكو دون أن نعترف بذلك؟ محتمل بعض السياسيين والإعلاميين الروس قالوا إن الولايات المتحدة هي اللي قامت بها قالوا لا تنسوا نورد سريم وان ونورد سريم تو الأنابيب اللي كانت تنقل البترول والغاز إلى أوروبا قالوا أن اللي يفجرها نحن نعرف الآن أن اللي يفجرها هم الأمريكان وبعضهم يقولوا الأمريكان مع البريطانيين ومعهم الأوكران إذن الكثيرين يكادون يتفقون يعني أغلب المحللين من جهة روسيا ينفون أن تكون ما يسمى بداعش بعض المحللين الغربين يقولوا ممكن ممكن داعش وإن كان هذا أيضا مستبع إذن الاحتمالات رهي واقعة رهي في اتهامات ثلاثية نقدر نقوله ربعية لكن هي تمس ثلاث أطراف الروس يتهمون الأوكران ويتهمون أيضا الغرب خاصة الولايات المتحدة والأوكرانية يتهمون الروس وداعش خرجت هي التي تتمنى بغض النظر عن الفعل هذه واحدة من الأحداث التي ستسرع في التوحش العالمي الرد الروسي في الحقيقة بدأ منذ أيام قبل حتى هذه الحادثة كانت هناك حملات كبيرة جدا في أوكرانيا لكنه سيتضعف في أوكرانيا سيتم قتل عدد كبير جدا من المدنيين في أوكرانيا أيضا على أساس أن الروس ينتقمون اعتقادي في الأخير روسيا ستتهم أوكرانيا رسميا بالعملية السؤال فقط هل ستتهم معها الغرب والولايات المتحدة وربما فرنسا أيضا بعض المعلقين الروس قالوا لا يستبعد أن فرنسا التي تتزعم الحرب الإعلامية وترسل في جنود في الخفاة وفي أسلحة وفي مال أوكرانيا أن تكون هي وراء العملية إذن عملية تعمق الشرخ ما بين الروس والغرب عملية هزة العالم عدد القتلى كبير جدا 143 نهيك عن الجرحة الضربة المعنوية لحكم بوتين أنا شخصيا أستبعد أن يكون وراها الروس يعني على الأقل ليس بوتين حتى لو كان يكون الروس لأنه ممكن تكون جهة استخباراتية روسية ممكن لكن أستبعد أن يكون بوتين شخصيا لأنه من ناحية السياسية هذه ضربة بوتين وجات أربعة أيام بعد نهاية الانتخابات أو أخذوا عهداء أخرى وكان متفائل جدا وفرح جدا وسعيد جدا وبحقيقة منذ أن بدأت حداث غزة أصبح مرتاح نهائيا بعض الإعلام الغربي يقول لك أنه لم يرواه مبتسما وأحيانا يقهقه كما رأوه في الأشهر الخمسة الأخيرة لأنه بالفعل ما يحدث في غزة أخذ العالم في اتجاه غزة وأبعده عن أوكرانيا وهذا مفيد له ومفيد جدا إذن حتى لو كان هم الروس اللي قاموا بها وهذا لا يستبعد بالمناسبة وهذه سرات عدة مرات مثلا نذكركم أن في الولايات المتحدة في بداية الستينات فيما عرف بعملية غزو خليج الخنازير اللي هو كان غزو أمريكي بعملاء كوبيين لكوبا وفشل فشل عارم كانت المخابرات الأمريكية تخطط لتفجير مباني يموت فيها آلاف الأمريكيين كوبيين وأمريكيين وبعض الكوبيين اللي يحملوا الجنسية الأمريكية وعلى أساس أنه كان سيمضي وعلى أساس أن الرئيس سيوقع عليه وتمشي الأمور لكن عندما شاهده الرئيس كينيدي اللي سيقتال فيما بعد قالهم لا مستحيل أن يوافق على هذا مستحيل أن يوافق على هذا بمعنى أنه كان ممكن أن يوافق على عملية يموت فيها بضعة أشخاص أو بضعة عشرات من الأشخاص لكن أن يقتل مئات الأشخاص ربما يجوزوا الألف قالهم لا مستحيل هذا ما موجود الآن أصبح تاريخا وكتباته عدة كتب وعدة أماكن أن المخابرات الأمريكية كانت تخطط للتفجيرات هائلة داخل الولايات المتحدة من أجل أن تتهم كاسترو وكوبا وبعدها تغزوه مباشرة تعلن عليه الحرب لكن الرئيس كينيدي رفض هذا الأمر إذن قد تقدم جهة مخابراتية داخل نفس الدولة على عمل ليس حتما أن يكون رئيس الدولة على علم به أن تكون القيادة العليا على علم به من أجل تمرير سياسة معينة لأن أنا في النهاية في اعتقادي من خلال تحليلي أن هذه العملية بغض النظر كيف سيستخدمها الروس وكيف سيتهمون الأكرام؟ تضر بصورة بوتين ضرر شديد عندما لا تستطيع عندما تحدث عمل مثل هذا خمسة أشخاص يؤدي إلى مقتل 143 وجرح 133 وجرح 107 وغلق للبلاد وعلام حالة الطوارئ وخوف داخل البلاد ترهيب إرهاب إذن تضروا في الحقيقة ولذلك في النهاية أتوقع أن الروس سيتهمون فعليا أوكرانيا سيعظمون ويصعدون في الهجوم على أوكرانيا سيتهمون الغرب أيضا على أساس أنه كان يعرف أن المخابرات الأوكرانية قامت بهذا العمل وربما حتى أعانوا أوكرانيا على هذا العمل وهذا لكي يتم الهجوم المضاد إعلاميا على الغرب والخلاصة كلها أن هناك مزيد من التوتر العالمي أن هناك مزيد سنرى مزيد من التوحش العالمي مزيد من الخصومات والخلافات ما بين القوى الكبرى وهذه القوى نووية أوروبا تتأثر أكثر في الحقيقة من الولايات المتحدة ولكن إجمالا هذه العملية ستضر بما يعرف أو ما يسمى بالسلم العالمي ستضاف لما يحدث في أوكرانيا وتضاف خاصة للتوحش الصهيوني في غزة وتضاف لحروب أخرى أيضا موجودة وتضاف لخصومات متصاعدة مثل الصين اللي أكيد أنها قد تتبنى أو على الأقل تكون أقرب إلى الطرح الروسي منها إلى الطرح الغربي سنرى تدعياتها في الأيام القادمة لكن أكيد أن تدعياتها كبيرة لا نعرف إذا ما كانت تذهب ربما إلى غاية أن الروس مثلا يقدمون على عمليات وين يقتلوا آلاف الأقران فيجداد الغرب غضبا ويجداد تدخل الغربي وربما تكون هناك دعوات لإرسال بوثسون دي جراوند كما يقال إرسال جنود كما اقترح ماكرو أم أن سيكون هناك انتقام ولكن في حدود معينة قد لا يذهب فيها بوتين كثيرا حتى لا يضطر الأمريكان إلى الرد ربما هم أيضا لكن أكيد أنها عملية تزيد من التوترات ما بين الشرق والغرب ما بين الروس والغرب وعموما تزيد من التوترات العالمية توترات عالمية نشعر بها نحن أيضا ولكن بشكل آخر نشعر بها ولكن للأسف نتألم جدا لأن الذين يحكمون اليوم الجزائر يعيشون في عالم آخر ولديهم خطاب انتصاري خطاب وهي هو الديو الود هو يقول محلها عومة خلينا نبدأ بهذا المقطع نحن ورئي لكم بعد ما أعلنوا قبل هذا هذا بيان رح نسمعوه وبعد نعلق عليها وعندي مكتوب أيضا هذا بيان كتباته ما يسمى بوكالة الأنباء الجزائرية لتبرير عملية استدعاء الانتخابات بشكل مسبق تسبيق الانتخابات من ديسمبر إلى مارس اسمعوه وقولوا لي لا فهمتوا حاجة فيه لكن رح نعلقوه لي على الأقل بعد ما نكملوا الاستماع له الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حدد تاريخها في السابع من شهر سبتمبر الفين واربعة وعشرين عاد طبط الأجندة الانتخابية بما يتماشى مع المعيار الديمقراطي وهو ما يشكل تقوية للاستقرار الدستوري والمؤسساتي وفي قراءة لوكالة الأنباء الجزائرية يبدو أن الفكرة الرئاسية أملاها الحرص على إعادة بسط هذا الاستقرار في صرح الدولة ولو تطلب ذلك تقليص فترة العهدة الرئاسية إذن ويبدو أن الإعلان عن تقديم تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى شهر سبتمبر الفين واربعة وعشرين قد فاجأ الكثيرين إذ أثار رئيس الجمهورية ضمن حرصه على الشفافية ارتباك خصومه ونوعاً ما حلفائه بهذا الإعلان الذي يبدو حداً في الشكل ولكنه متماسك في المضمون فمن يتحكم في التوقيت يتحكم في الوضع رئيس التبون كان دائماً نحب سهناء أنا غير هذه اللي عجبتني يعني من يتحكم في التوقيت يتحكم في الوضع طبعاً لاحظته يعني وأنا نتحدى إذا واحد رأي يستمع فهم حاجة ما قالوا هنا نستحدى من أجل الاستقرار تسبيق الانتخابات من أجل الاستقرار لماذا لو كانت تجربة الانتخابات تقول لم يكن الاستقرار وورّه الشيء ضد الاستقرار هو أصلاً وورّه الاستقرار وقال لك فاجأ خصومه إلى حد ما حلفاء وعليش فاجأ الخصوم وورّه ماذا الخصوم داخل النظام وداخل السلطة ولا من ما تقولوا ليش سوفيان جلالي ولا زبيدة عسول ولا بن جرينا يعني ما أعتقدش أن هذون أصلاً عندهم وزن في الساحة الجزائرية يعني المهم لكن نتركها لكم من فضلكم في التعليق اكتبوا لا فهمتوا شيء فيما سمعتوا في هذا المقطع الأول هي رايح باع مقاطع رايح نسمى حالكم كلها على كل حال فيها كلها دقيقة ونص مش كثير قلنزل نسمعوا المقطع الأخر السديد عندما يتعلق بضبط الموعيد وغالبا ما كان متحكما في الأوضاع بتعقداتها فالمغزى الأول من هذا الإعلان عن انتخابات مسبقة هو العودة إلى الوضع الطبيعي وفق ما استخلصته وكالة الأنبائي الجزائرية في قراءاتها لإعلان قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة السابع سبتمبر الفين واربعة وعشرين هذا المغزى الأول مساعد بعث لي حتى هنا فقط حتى المغزى الأول هما قالوا أربع أربع أسباب إذن المغزى الأول هو هذا حتى نشوف من الوثيقة إذن المغزى الأول وبالتالي فإن الرئيس تبون فالرئيس سبون كان دائما سديدا عندما يتعلق بالضبط المواعيد وغالبا كان متحكما في الأوضاع بتعقيداتها فالمغزى الأول من هذا الإعلان عن الانتخابات المسبقة هو العودة إلى الوضع الطبيعي كي ننقل الانتخابات من ديسمبر لسبتمبر نرجع إلى الوضع الطبيعي طيب فسر لي كيفاش ترجع إلى الوضع الطبيعي أولا معناها تعترف بأن الوضع مش طبيعي أن الوضع ليس طبيعيا لأنك تقول نعود إلى الوضع الطبيعي هذا واحد الأمر الثاني كيف تعود إلى الوضع الطبيعي تقديم الانتخابات بثلاثة أشهر نحن عارفين أنها انتخابات شكلية بثلاث أشهر تصبح هي اللي أتعود إلى الوضع الطبيعي اللي فهمي فهمنا ويتوضيف هنا في الوثيقة وفق ما استخلصته وكات الأنباء الجزائرية في قرار لها لإعلان قرار رئيس جمهورية السيد عبد المجيد تبون تنظيم اتخابات رئاسية مسبقة في 7 سبتمبر 24 لقد غيرت أحداث 2019 لم يعود الحراك المبارك لديرين علي حتى يوم وديرين في الدستور وديرين لا 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 تسمى أحداث كما نقول أحداث نحن أحداث 11 سبتمبر أحداث من يشعرفنا بعض يسمي أحداث 5 أكتوبر مثلا أنا شمي انتفاض 5 أكتوبر إذن الحراك تبون كان يسميه الحراك المبارك وموجود في الدستور وعلى أساس أنه هم مع الحراك إلى آخر ولو يسمى أحداث 2019 هذه النقطة الثانية إذن لقد غيرت أحداث 2019 لانتخابات الرئاسية المؤجلة من يوليو 2019 إلى تلك المنظمة في عجالة في ديسمبر 2019 كذبة كذبة كبيرة جدا الانتخابات لم تؤجل في جويليا فقط والحقيقة لم تؤجل ألغيت ألغاها الشعب الجزائري انتخابات ربع جويليا اللي هي كالمفروض تكون في انتخابات أفريل يعني انتخابات الحقيقة الرئاسية كانت في أفريل 2019 وكانت هي القطرة التي أفاضت كأس المرارة وكأس الغضب وكأس الانزعاج عند الشعب الجزائري وخرج باش يقول ما كاش عودة خامسة ومن بعد باش يقول دولة مدنية مش عسكرية لكن القطرة اللي دفعت الناس زراميت اللي شعلت كما يقولوا تريغر بعبارة انجليزية لاغوت كيافي دي بوردي لفاز بعبارة فرنسية كانت الاعلان عن أن تبون سيترشح في عهدة خامسة لانتخابات أفريل 2019 إذن هنا هما انتخابات أفريل 2019 ما ذكروا هاش نهائية مع أن الحرك المبارك أولا وأخيرا ودائما وليس فقط اللي يفيد جماعة تبون أسقط الانتخابات في أفريل 2019 عماوا عليها ما شافوهاش نساوها تحدثوا فقط على قال لك الانتخابات كانت باش تجري في جويليام بعد رحل ديسمبر ألغى الشعب الجزائري للمرة الثانية ولأول مرة في تاريخه الشعب الجزائري يخرج ويلغي انتخابين مش أي انتخابات انتخابات رئاسية أفريل 2019 وربع جويليا 2019 لكن هما عماوا على أفريل 2019 لماذا؟ لأن هذا يفكرهم بالإرادة الشعبية التي أسقطت ودفعت جايد صالح أن يقيل بوتفليقة تحت ضغوطات شعبية لكن ما ذكروا هاش إذن لقد غيرت حداث 2019 الانتخابات الرئاسية المؤجلة من يوليو 2019 إلى تلك المنظمة في عجالة في ديسمبر 2019 الرزنامة الانتخابية الجزائرية واحدثت اضطراباً في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها ماذا عارفة هذه التقاليد؟ للأسف لا يوجد تقاليد كل شوف بلا استثناء كل الذين حكموا الجزائر كلهم من 62 و 41 لا يوجد واحد لا يوجد واحد كمال العهداء انتعو نبدأوا على عجالة بسرعة برغم أننا نقريب نصل الساعة ونصف لكن خلينا نبدأوا على عجالة باش نذكروا ربما خاصة الشباب اللي ربما ما يعرفش بعض التاريخ بومديان جابوا العسكر جابته جمعت وجدة أو قداء جمعت وجدة بنبلغ جابته جمعت وجدة وحطوه في 62 رئيس المؤقت ثم في 63 داروا الانتخابات ولا رئيس الجمهورية ورئيس الدولة في 63 وعلى أساس أنه عنده عهدة في 65 نفس الجماعة اللي جابته العقيد بومديان ومن معه عقيد زبيري وآخرين جمعت وجدة أطاحوا به في 65 إذن العسكر جابه أول رئيس جزائري فرضوه ونقلبه على الحكومة المؤقتة اللي كان يقودها هس بن خدة وفرضوا بنبلغ ومن بعد تخاصموا معه أطاحوه ما تكملش العهدى نتاهم خذما كانوا العقيد بومديان وحكم في البداية باعتباره وعوضوا مجلس الثورة ورئيس مجلس الثورة إلى آخره لا انتخابات ولا دستورة لهم يحزنون لأنه وقف دستور 63 وقفه خطوه تحت رجليه وقال نحكم باسم الثورة واستمر في الحكم في الـ 76 دار المثاق وفي الـ 77 دار الدستور ودار انتخابات في الـ 78 قالوا أنه مات بمرض غامض المرجح أنه كان سما أي المرجح أن أبو مديان انتهى بأنه كان اغتيالا كاين بعض الأطرحات طبيب روسي اللي يقول أنه عالجه إلى آخره قال بأن اللي يسموه هو صدام حسين كاين كلام واحد آخر يقول باللي يسموه هم الجماعة في الداخل في الجزائر يعني بغض النظر اللي تقريبا متفق عليه هو أن أبو مديان مات بمرض غامض وعلى الأرجح كان سما فلم يكمل العهدة التعو أقضى منها سنة ولا سنة ونص العهدة تعبو مديان منذ انتخابه في 77 كما قلنا قبل السنوات الأخرى كان يحكم بدون انتخابات وبدون دستور وبدون نه جاء العقدة والمقدم خاصة يومها قاصلي مرباح العقدة إذن لكولونيل جابوا كولونيل واحد آخر حطوه الشارلي بن جديد وقالوا للشعب الجزائرية وعندنا مرشح واحد بالصحة رحوا في انتخابات طيب هو مرشح واحد لا نروحوا ننتخبوه لا هذه هي الشكلية لازم تمر باش يقولوا للخارج والغرب اللي احنا درنا انتخابات للعالم الخارج احنا درنا انتخابات الشعب شارع بسا عوكين واحد برك قدش الانتخابات واش معنى انتخاب معنى هيكون هناك اكثر من مرشح اكثر من شواء اكثر من اختيار وننتخبو واحد منه لكن هما لا يجب لك واحد يقول لك انتخب نتذكر هذه ربما ارويها لأول مرة عندما جرت هذه الانتخابات في فبراير 79 فقالت لي والتي راني ما رحت شنايا رامي يقولوا كان انتخابات كان انتخابات شي جديد بالنسبة لنا الجزائريين انا ذاك لان ابو مديان برك دارها مرة واحدة وما يعرفوش الناس انتخاباته قالت لي رامي يقولوا كان حاجة انتخاباته كذالو كانت روح اوليدي في بلاستي انا عمري 16 سنة انا ذاك اقل من 16 15 ونص اذا ما نقدرش ما بعيد فقلت لها نروح قالت لي رامي يقولوا ويجيب الكارتة هاني نعطيك الكارتة التاعي ورحت باش ننتخد في بلاستها كي وصلت للمكان وين دايرينا الانتخاب لقيت فقط نعم فاللي نتكلم معه انا شاب صغير قلت له قلت له وراه لا قال لي مكنش لا قلت له كيفاش مكنش لا يعني يعني مزلت على نيتي صغير لكن بالمنطق قلت له كيفاش مكنش لا يعني يقيرك ما تقولوا انتي خاب معنا كان نقولوا ايه والله نقولوا لا لا كين لي راك جاي انت تهدر معانا وتقول ايه والله لا لا ارفد ورقة نعم وروح حطها لهيه هذه العبارة طبعا اشعرني ذلك بالغضب ولكن بالفعل ارفدت الورقة لان الوالدة قلت لي لازم تتدخب لي ارفدت الورقة وحطيتها في ونفلوب وخرشت هذه كانت اول مرة عمري 15 سنة ونص اصطدم وتبقى في ذكري في ذهني طول الوقت بللي وشنو هذا اللي يطعم ما هذا الورقة واحدة فقط لماذا تقوموا بانتخابات هذا تأثير او اول اصطدام اذا شئنا اصطدام بين قوسين اصطدام خفيف لكن في ذهني شكل لي وعي معين باننا امام حكم استبدادي طبعا هذه كلمة استبدادي وكذا سنعرفها فيما بعد لما نكبر شوية رح نعرف طغيان والاستبداد والحكم العسكري الى اخر لكن هذه سرات فيها المهم جاج شادلي في 79 في 92 في 91 تجروا الانتخابات كما تعرفون اختخابات التشريعية ما تعجبش الجنيرالات يقولوا له لازم تلغي الانتخابات يقول لهم لا انا عطيت الكلمة يقولوا له اذا انت تروح فاقالوه استقالوه بعبارة اخرى مرات نستعمل هذه الكلمة يمن لا توجد طبعا في اللغة العربية لكن نستخدموها لان مرات يقول لك استقال والله اقيل فالناس تعملت يقول لك استقالوه بمعنى هي ايقالة في الحقيقة وان كان يقولوا استقالة اذا العسكر اللي جابوا شادلي في 79 هما اللي طردوه في 92 بسرعة يروحوا على عجل يجيبو بوظياف اللي كان مغضوب عليه وكان خاين وكان مخزني وكان عايش عند الملك وهذا الخطاب اللي كان سايد انا ذاك يجيبوه ويعرضوا عليه واللي رايس ويتردد الرجل السبعيني ومن بعد يقبل يقبل كي قالوا لونتا وستنقض الجزائر الى اخره الى اخره فيقبل مسكين ويجي ويجي رايس على الدبابة لكن بسرعة يكتشف الحقائق فاللي جابوه الجنات اللي جابوه على رأسه من الزار هو اللي قتلوه كما اعترف حتى سيد احمد غزالي قال هارلي كنا ندفنوه في بوظياف الشعب يقول اللي جابوه هم اللي قتلوه وهذا طبعا سايد وبعدين الاسرة انتعوا قالت هذا الكلام الى اخره اذا الجنيرال جابو بوظياف 92 وقتلوه في جون في 92 وقتلوه في جوان 92 حطوا من بعد علي كافي عقيد سابق هو ثاني لكن كان عقيد ايام الثورة لكن طبعا ما كان عنده حتى دور دور كالحقيقي كان فييد نزار واللي مع نزار ثم جابو الجنيرال زروان في 31 جنوبي او 1 فبراير 94 وحطوه رئيس دولة في اختراق رهيب للدستور ما كانش حاجة اسمها رئيس دولة كرئيس جمهورية ولازم تكون انتخابات وقالوا نكملوا به حتى النهاية 95 وبعد نشوفه وفي سبتمبر 95 او في اوت 95 جاتهم الفكرة انه يبدلوا زروان ويحطوا بوتفليق بوتفليق قبل وفي اخر لحظة شاف باللي الحالة مش مليحة فر اخذها باسفور وراح لسويسا فنزار يقولها في كتاب ويقول تلاقيت مع زروال اللي كان وزير الدفاع عنها ذاك وقلت له انت رح تولي رئيس فزروال بدأ يبكي قال له علش انا ديني رئيس وقال له دبر رأسك الجمعة عرام قالوا انت تولي رئيس قال له انا قلت له قلت له رئيس دولة غير سنة ولا سنة ونصف وانا ما اقدرش هذا المسئولي قال له دبر رأسك ما عندك خيار فدعوا له انتخابات 16 نوفمبر 95 جنرالات جابوا الانتخابات طبعا هاد المرة زادوا لهم ما ولاش واحد زادوا لهم ثلاث ارانب انا ذاك سعدي ونحناح وبكروح بعدها ما يتفهموش معا وتصرى مشاكل خاصة في 97-98-90 ويضطر ويستقيل زروال يستقيل زروال في 11 سبتمبر 98 يرميلهم من مندي بعد يقولون لا 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 استنى تستقيل ممكن نقبلولك بالصح ماكش انت لتخير الوقت رح تبقى حتى الافريل ويبقى زروال حتى الافريل وما يكملش العهدان تاو انا شفنا قبله بوظياف مش برك ما يكملش قتلوه وشاد اللي قبلوه ما يكملش العهدان تاو بومديين مات مسموم ما يكملش العهدان تاو بنبلاء ما يكملش العهدان تاو وتمت الإطاحة به ووضعه في السجل طيب في عافريل الجنرال اللي تجيبه بوتفليقة ويحطوه رايس انتخابات مزورة ونعرف كيفاش تمت والستة اللي كان ونسحبه الى آخر يستمر رايس 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 وكانوا باش يكمل رايس حتى هو على شريطة داروا العهدان الرابعة هو على شريطة ما يسمع ما يتكلم لكن مروها العهدان الرابعة الخامسة الشعب قال لهم نيات خلاص هنا تحبس فحبس هالشعب فالطر قيت صالح أن يقيلوا حوالي ثلاث أسابيع قبل نهاية عهدتو نظن العهدان كانت تنتهي في 18 أو 20 أفريل فقالوا في 1 أفريل 2019 تحت الضغط الشعبي وقرر لقيت صالح باش يدعي انتخابات في جويليا بعدا الشعب ألغى انتخابات أفريل فما مشاتش وبعدا دانوا انتخابات 2019 الناس كلها تعرف وهذه معتبون غير مسبوقة لأن الرؤساء السابقين كان الشعب مديميسيوني مسكين مستقيل إلا مع تببون تببون الناس كانت تخرج وتقول ما كانت اشتخابات مع العصابات ونهار لعينوه قالوا تببون مزور جابوه العسكر طيب هذه باش نرجع فقط أن ولا رئيس كلهم جابوهم العسكر ولا واحد بما فيهم العسكر بومديا بومديا الشادلي زروال كانوا كلهم عسكر ولا واحد كمال على لأن اللي جابك هو اللي يديك مشي الشعب اللي جابك هذا هو المنطق الدولة دولتهم والبلاد بلادهم ويحط رايس نح رايس هذا أمر يخصهمهم شعب يستدعى فقط للكرنفال كرنفال في واللي صح كرنفال في دشرة الانتخابات في الجزائرية صح كرنفال في دشرة لكنه كرنفال مر ولا مر طيب نرجعوا للبرقية وبالتالي فإن أعلان رئيس تبون هو الإشارة الرسمية لخروج من الأزمة آه راكم تعترفوا باللي قاعد الفترة هذه كانت أزمة معناها هنا الخروج من الأزمة معناها رأنا داخل الأزمة هذا اعتراف خطير لكن كنت تقولوا باللي الأمور رمع خلاص وتبون قالك أنا وفيت بخمسة وربعة وخمسين تعهد وجوجي الخرج قالك تبون وفى بكل شي وخوي يخرج كل الأذناب والذباب والأرانب والفئران يظلوا والجرذان يقدسوا في تبون اللي أدى كل شي بسحوا ما يقولوا هذا هنا في الوثيقة التاحهم هذه ورح ننشرها من بعد باش تبقى لأن أنا متأكد رح ننحيها من بعد من وكات الأنباء إذن قالك وبالتالي فإن أعلان رئيس تبون هو الإشارة الرسمية للخروج من أزمة لخروج من أزمة فالدولة الجزائرية ليست في أزمة أو في حال الطوارئ بل استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع ما صار صنع القرار لديها أرواح أنت وفهم في الستر الأول وبالتالي فإن أعلان رئيس تبون هو الإشارة الرسمية لخروج من أزمة في الستر لبعدها فالدولة الجزائرية ليست في أزمة أو في حال الطوارئ والله الطفل في الإبتداء ما يكتبش هذا الكلام بحيث أن نفس الفقرة استر الأول يقول شيء واستر الثاني يجي عكسه تماما تماما يعني كونجاوي خاطبه في ناس ما عندهم مش عقول يقولوا لا خلينا شوية ربما يقرأ واحد عنده مستوى من تعطيف لتعشر سنين زين وبالتالي كلها وبالتالي بشتوري في الأسلوب أسلوب تافه كالتافهين الذين كتبوه وبالتالي فإن الأجندة الانتخابية قد أعيد ضبطها بما يتماشى مع هذا المعيار وش من المعيار أي المعيار الديمقراطي وهو ما يشكل تقويا لاستقرار الدستوري والمؤسسة وراه المعيار الديمقراطي وراه الديمقراطية في الجزائر أعطوني حاجة شبه لربع ديمقراطية لواحد على المليون في ديمقراطية بدليل الإعلام الحر بدليل القضاء المستقل بدليل دولة القانون بدليل دولة مدنية بدليل أن العسكر حاكم ثكنات وحاكم الحدود بدليل أن عشرات الوزراء والولات ورؤساء الوزراء في السجون وناس تخرج وناس تدخل بدليل أن جبار مهنة اللي كان في السجن ولا هو مسؤول المخابرات الخارجية والفاعل الرئيسي في الدياراس بدليل أن التوفيق اللي كان محكم بعشرين سنة هو اللي يدير الأمور من الخلف بدليل أن زروال النزار اللي كان محكم عليه هارف في اسبانيا جاء بطائرة رئاسية وباحتفال عسكري وأصبح هو كل شي وتأثيره وأصبح هذا هو الدليل هذا المعيار الديمقراطي اللي في البلاد بدليل الحركيين اللي ربط السجون بدليل الناس اللي طالبوكم بتطبيق الدستور والقانون تسجنوهم أو تشيطنوهم أو تجروهم هذا هو الدليل ويبدو أن الفكرة الرئاسية أن الفكرة الرئاسية مش عارف أن هذه الفكرة الرئاسية وشنوه المفروض يقولوا يبدو أن فكرة الانتخابات فكرة تسبيق الانتخابات لكن الفكرة الرئاسية ويبدو أن الفكرة الرئاسية أم لها الحرص على إعادة بسط هذا الاستقرار في صرح الدولة ولو تطلب ذلك تقليص فترة العهدى الرئاسية أروح فهمني هذه هكما تقولوا أنا في الاستقرار ومن بعد يقول لك الفكرة الرئاسية أم لها الحرص على إعادة بسط هذا الاستقرار معنا ما كانش الاستقرار هكما تعاود وتبسطه هكما تقولوا كنتوا في الاستقرار في صرح الدولة ولو تطلب ذلك تقليص فترة العهدى الرئاسية ماذا واش دخل أنك تنقص ثلاثة شهور من العهدى الرئاسية في قضية الاستقرار في ماذا سيعيد أي استقرار سيعيد أي استقرار هذا أقع في المغزى الأول المغزى الثاني هو العودة الدائمة إلى الشعب صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لما أنجزه رئيس الجمهورية ويدل هذا الإعلان على أن رئيس الجمهورية يثق في شعبه ومواطنيه وناخبيه وفي حكمهم ووعيهم وبطبيعة الحال بدأت بعض الأصوات المعتادة في تصور السيناريوهات الأكثر سخافة لعجزها عن فك رموز العلبة السوداء الرئاسية فالكلام حر والتكاهنات مجانية المغزى الثاني سبب الثاني لخلاهم يسبقوا الانتخابات يديروا انتخابات مسبقة كما تسمع قال لك لأن الرئيس يثق في شعبه وشعبه يثق فيه هو العودة الدائمة إلى الشعب صاحب القرار الوحيد قال الله هذا الشعب لديه القرار والمحاسب الوحيد لك متأكدين بالشعب هو اللي حاسب لما أنجزه رئيس جمهورية ويدل هذا الإعلان على أن رئيس جمهورية يثق في شعبه ومواطنيه وناخبيه وفي حكمهم ووعيهم سقسيت الشعب قال مثلا أصبتم بجرام العقل وقال والله خرجت ودرت كما كنت تديروا بكري مثلا تلفزيونات رح تسقسي الناس واش رايكم نسبقوا الانتخابات واش رايكم هذا هذا يخدم استقرار الدولة والناس في مهرجانات وكرنفانات تديروها في تلفزيونات ويقولوا إيه ولي قالها سيد الرايس رانا معاه وكما واحد قال لهم مرة رحولوا هكذا قال لهم لي قالها ديقون رانا معاه كنا في ال76 ولا ال77 قال لهم لي قالها ديقون رانا معاه سيد يا إما ما كانش عارف قال لي الاستقلال كان يظن بلي ما زال ديقون يحكم أو كان من الذكاء بحيث يقول لهم بلي في النهاية ديقون هو اللي راح يحكم وهذه مشهورة يعني في لقاء مع ابو مديان هكذا سقسا وهكذا الصحافة جاء سقسا وواحد وقال واش تقول في سيد الرايس واش كذا نظر 76 ولا 77 قال لهم قالها ديقون رانا معاه إذن على أساس كل الشعب هذا طلب رأيه إلى آخره والشعب هو اللي تبون نازل عند إرادة الشعب باش يسبق الانتخابات لكن الشيء اللي عجيب باش عرفت باللي اللي رغم يكتبو والتبون واللي رغم معاه ما بين مخبولين في رؤوسهم مهابل كما نقول احنا بالدارشة أو يأخذوا في واحد الحبوب واحد المخدرات تحولهم إلى شيء آخر شوفوا شيء يقول في العبارة اللي بعد وبطبيعة الحال بدأت بعض الأصوات المعتادة في تصور السيناريوهات الأكثر سخافة لعجزها عن فك رموز العلبة السوداء الرئاسية العلبة السوداء الرئاسية معنى راكين علبة سوداء رئاسية في الرئاسة هذا احتراف خطير هذا كون جينا في أي دولة فيها قضاء بحق عنا قضاء مستقل والله شبه مستقل ويسمع تصدر من وكالة الأنبار الرسمية لتمثل الدولة تمثل البلاد وبكل ما فيها أن هناك علبة سوداء رئاسية يقول لهم جيبوا لي هذه العلبة السوداء يا سفهاء كلمة العلبة السوداء هي شتيمة لكابيني نوار لما تسمع بل كين كابيني نوار هذا شتيمة لنظام الحكم القائم لما تسمع بل كين علبة سوداء هذه شتيمة وإهانة وانتقاص من نظام الحكم القائم بمعنى أن كين واجهة وخلف الواجهة كين علبة سوداء تدير الأشياء مما يعني أن اللي يكتبوا في هذا الحوايج يا إما لا يفهمون شيء والرداء دائرة دائرة طريق في عقولهم وإما هذا وش حلبت وإما رأهم حاجات يشربوا فيها ويتعاطوا فيها إلى درجة يكتبوا حاجات تدينهم هذه إدانة لنظام تبون وشنجريح وكل من معه أن تكون هناك علبة سوداء في رئاس الجمهورية هذا اعتراف أن تبون والوجوه البائسة على المدنيين ما هي إلا وجوه مزيفة واجهة فقط باعتراف من وكات الأنباء لأنا متأكد أنها كتبت في ما يسمى برئاسة الجمهورية يعترفون بوجود علبة سوداء في الرئاسة هما جايبين ها انت هذو التينيجر تعالي زادوا ليصون اللي عدوا دار بي نقول انت ما كش عارف عنا وش عنا في دارنا ولا بابا ما كش عارف عنده بابا وبابا عنده كابوس مخبيه وفي واحد لكيس النوار هذا هو المنطق السائد عند هالسفهاء اللي رأم في رئاسة الجمهورية وذلك عندما نقول رأنا نحكم بتافهين ورديئين وسفهاء وما فيش أي تجنع لهم رأي حقائق حقائق هم يثبتوها هم اللي رواحهم وم بعد زادوا راه قال لك فالكلام حر والتكهنات مجانية واضح انها كتبت بالفرنسية بالمناسبة وترجمة سخيفة لأن هذه العبارات هي عبارات تستخدم في الأسلوب الفرنسية إلا أنه إذا كان الأعداء في حال ترتيباك وكال الأنباء تتحدث على أن الأعداء في حال ترتيباك ودرج تسمعوا ويتكلموا حتى على أعداء الداخل المفروض هذه الانتخابات يشاركوا فيها الجزائينية اللي في الداخل على الأقل يعني دستورهم راه يمنع الناس اللي ما هم في الداخل لكن درج تسمعوا إلا أنه إذا كان الأعداء في حال ترتيباك فذلك بسبب العلاقة المتلاحمة بين الرئيس وشعبه لذلك زار تبون الجزائر من العاصمة إلى عينقزام مرورا بالبليدة والامدية والبرواقية وبوغاري والسارة وبحبح والجلفة والأغواط وبريان وغرداية وورقلة ومبعد مشي هاك المنيعة تقرت بسكراف في الآخر زار هبط هاك هبط توصل تمر راسط لعينقزام زار قعل زار في الغرب من الجزائر إلى تيبازا إلى شلف إلى ذكروني في المدن إلى مستغانم إلى وهران إلى تلمسان إلى مغنية زار تهبط شوية بالعباس معسكر سعيدة عند دفلة إلى آخر وفي الشرق زار من الجزائر إلى الخضارية إلى البويرة إلى تيزي وزو بجاية جيجل سكيك داع النابة هبط شوية لتحت باتنا وغيرها حتى توصل بسكرا مورون بباريكا قسنطينا سطيف إلى آخر وما زال عشرات المدن زيدها البشار أدرار عين صالح منه زيد الواد وجامعة وتقورت من الجهة الأخرى وغردايا إلى آخر الجلفة وراحلها وقاعدين تحللوا في الخدامين وكاين فرضتوا عليهم لتجيبهم الجلفة التي تتصور فيها على أساس أنها عاصمتكم وأنها تقدس تبون اضطريتوا ما عاد ممكن بضعة عشرات من المساكين كما لا يطامعين يدو يدو سكنة أو خدمة أو الباقية اضطريتوا وتجيبوا الموظفين وتجيبوا طلبة على الثانويات ومن يعرف كما تجمعون كما تجمعون كما تجمعون والصورة كما تغلطت وبينتوها من بعيد بال بالعدد بسيط وما المدن التي تزارها وهران ستزارها بالليكوبتر تزيوز وعنده أشهر وهو جاي وهو مش جاي هو جاي هام دار وهما هو خايف بشي روح وهكذا ووراها تلاحموا مع الشعب شوف واحد مثل ماكرا ونستطيع وقلنا فيه ما ربما ما لما يقول هماليكم في الخمر لكن تلقاه يمشي مع الناس يهبط للأحياء ومرات كاي اللي يضربوا بكف كاي اللي يسبوا كاي اللي يرمي عليه بيضة كاي اللي عليه في النهاية هذا ملتحم شعب بما فيها وشي 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 سراله وتحسب له شجاعة للإنصاف تحسب له شجاعة لأنه ضرب أكثر من مرة شتي مع عشرات المرات ضرب بالبيض عدة مرات وما زال اليوم كنت نشوفه في حي من الأحياء الفقراء وكان يسلم على الناس إلى آخر وراتبون هذه أعطونا وحدة صورونا حاجة بالأرتيفشل انتليجنس دروها بأي ذكاة اصطناعي أو أي شي تخاطبوا في ناس عندها والله يطفال تعالى عشر سنين يسبوكم وكيسمو هذه الخطابات وقالي طولت عليكم شوية جمعه هل نمر شوية بصريح إلا أنه إذا كان لعداء في حال ارتباك فذلك بسبب العلاقة المتلاحمة بين الرئيس وشعبه فالرئيس لم يكن بحاجة إلى وسيط أو وسيط فمنذ بداية عودته الرئاسية وهو يعتمد لغة الحقيقة والصراحة مع شعبه بدون غموظ حتى لو كان ذلك قد أثار صدمة البعض أو غضب البعض الآخر فهذا هو الأسلوب الرئاسي وهو أسلوب يمتاز به الرئيس تبون الذي طالما امتلك الجرأة على التخلي عن الخطاب الرنان والتحدث بصراحة مع شعبه لأنه على يقين أن الشعب واعي وينبذ الكذب السياسي واقعي نحبس هنا ونروح نجمع كل من حكم الجزائر من قبل يغرط ومصنس إلى تبون ونجمع كل أكاذيبهم ونحن نصل للرقم والأسطوري من الأكاذيب تبون بدون مبالغة خلا نسمع بعض الكلمات صادقة صادعة في الصدق خلا نشوه وشبه بعدنا المساعد النجمس هذه أنا قمت ونجد نكرر ونأكد أنه ندام منظومة صحية لتعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا حب من حب وكره من كره أي حب ولكره وكانت وليدة رؤيا أفضل منظومة صحية في إفريقيا وفي المغرب العربي زيد أموروبا يجب أن تعرف رغم الدعايات تالأبواق الفاسدة من هنا وإن في الجزائر وإيران ومنافوش كل ديمقراطية تأوروبا زادت في الجزائر هنا نحفز كل ديمقراطية تأوروبا زادت في الجزائر ذلك السلق العظيم حسب وكالة الأنباء وحسب تببون تأوروبا نحن نتمنى إن شاء الله الجزائر نريد أن نبنى مع بعض الجزائر الجديدة تجعل النساء يحب يعيش في بلاده ربما ربما من بين الحلول من تمنهاش 100% ولكن نحاول أن تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول لنش نبعد شباب يمشي يفوتوا سبوع ولو سبوع في المصر الفلانية ولو يشوف ويرجع مكتنى باللي البلاستو ماهي جدي فلاستونا في بلاده يرح لأوروبا يشوف الفقر ويشوف الجوع ويشوف النظام الصحي المتهاوي وطرقات المكسرة والجامعات اللي ماش جامعاته ويرجع للجزائر باش يعرف بلاستو في البلاد على هذيك الناس ري تغرق وكالي يدفع مئات مليون ومرات يغرق ولا يدفع مئات مليون بعد يلقائس كروي يدي له دراهمو الحراقة اللي بالمناسبة بعد الأيام فقط كمن واحد مات رحمه الله جميعا منش عارت بعثهم ولا نبعثهمش بالمناسبة خلينا نشوف ذلك الوعد وحد آخر وكل المشاكل لها متروحة معطوبي الجيش متقاعدي الجيش بالنسبة للتاع الشرطة بالنسبة اللي عاودوا استدعاهم الخدمة الوطنية الميلة فرع عندي أنا لما ننتزم راني في ولاية راني في ولاية اللي الكلمة تسوى فيها أطنان سجل عالية سجلها عالية خلينا نسمعها هذه ها سجلها عالية إلا قتل ربي سبحانه والشعب قرر غضوة جيب هذا الكلام اللي يقول فيه جيب لي الشاريط قلها وجهد في باتنا ورحمة البلد لما خرجوا يذكروه ودماء الجيش من مختلف الأصناف البعض منهم رحموا في السجون العشرات منهم ضربوا ضرب رهيب يأسوا بعضهم انتحر بعضهم هبل لأنهم يعيشوا في حالة ميزيريا كحلى لما خرجوا وراهي صراط ترك ما شفتوا العمليفات وكان فيه احتجاجات ومضاعرات تعقوا دماء الجيش هلقى اللي كراهو في البلاد اللي فيها كلمة سوا منيش عارفواش هل نسوفوا الوحدة لا لأن أمور تطلب نوع من سريان لا المتحرين ولا 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 دولار واحد دولار واحد ما جابوش من الخرش حتى المساجين اللي رأى عندهم مثل حداد ومثل تحكوت وبعضهم عندهم مئات الملايين من الدولارات بره وتحت التعذيب وتحت الضرب وتحت ولو دولار واحد ما جابوش خبرني واحد ما اطلع على الملف قال لي يبعثوا في ملفات فارغة قال لي بمجرد ما اطح عند الدولة المعنية يشوفوا ملف فارغ يقولوا ليس لكم بعثتونا انتوما انتوما هوات ولا انتوما تريكم كلما هذا مش هذا هذا كلام تعجرائي هذي مش اطلونا ادلة اطلونا ملفات اطلونا تواريخ اطلونا ارقام اطلونا اسماء اطلونا مشاريع ولا شيء دولار واحد ما جابوش ولا شيء بيزمح المواطن ولد تمراشد يركب في القطار من المحطة تحتى تمراشد قطار سريع قطار وكهرب يوصل لعاصيمة بعد تمن شوية لتسعة شوية بلما يحسل الصباح صحاب تمراشد قطارك تصلوا في قطارات مكهربة ومكيفة وبلما تحسوا في الصغر هذا عنده اكاذيب مرضية مرة نقشتها مع احد من المختصين طبيب متخصص في هذا المجال قال لي هذا مريض بالاكاذيب لا يستطيع انه مرض لا يستطيع ان يعيش الا بالكذب وبعدين ليعجبك كل مصيبة في قلبها قال لك الذي طالما 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 امتلك الجرعة على التخلي عن الخطاب الرنان والتحدث بصراحة مع شعبه لانه على يقين ان الشعب واعي وينبذ الكذب السياسي ولهذا السبب يعود اليه وحده فقط ليعرض عليه رؤيته رؤيته المستقبلية عندما يقرض ذلك اما المغزى الثالث بقي نزوج فقط حاول اختصر اما المغزى يتمثل من دون ادنى شك في الحسابات الجيوسياسية فقمة الغاز الاخيرة وتسيير النزاعات والتحولات الجيوستراتيجية والامنية في المنطقة قد انضجت بالفعل هذه الفكرة وانطلاقا من هذا الاعلان تلعب الجزائر دورا ليس بالهيئة سيمكنها من رسم معالمها المستقبلية في مواجهة كل اشكال الكولونيالية الجديدة ان التهديدات الخارجية حقيقة وملموسة بما يجعل من تقليص العهدى الاولى ضرورة تكتيكية حيث انه استباق للثرابات مبرمجة فالرهان الدولي يسبق الرهان الوطني وعليه يتعين على الجزائر ان تعزز وحدتها وانسجامها الداخليين برئيس وجيش ومؤسسات بجاهزية لمواجهة الازمات الخارجية والتي هي بالفعل على ابوابنا مستهدفة سيادتنا وامننا ان عودة الاستقرار التي كانت الشغل الشاغل للرئيس تبون يجب ان تجد امتداداتها في الرسالة التي توجهها الجزائر الى شركائها وعدائها التاريخيين فليس هناك هشاشة داخلية ولن يكون هناك اي ضعف امام الشدائد ان الجزائر مستعدة لكل التحديات التي تهددها وما تقديم الانتخابات الرئاسية الا عنوانا لهذه الطمأنينية المسترجعة شيء واحد اللي قالوه بصح بالمقلوب هو ان بالفعل تسبيق هذه الانتخابات هو الرعب اللي ماسكهم من التقلبات الاقليمية والدولية ولكن خاصة الاقليمية هنا يشيروله بصح يشيروله بالمعكوس يعترفوا باللي راح كاين اشكالات بالصح باش يقول لك لا احنا احنا هذا دليل اخر باللي احنا ما معناش هشاشة داخلية ومعناش للأسف الهشاشة الداخلية راهي قريب تريب البنيان يا اللي ما راكم مش فاهمين ولا مش عارفين ولا راكم ديروا فيها قصدا لتدمير هذه البلاد عندما يصبح طغمة عسكرية جات بانقلاب عسكري في مالي تهددكم ليلة نهار ما اصبحش فيه تقريبا يوم ما فيش يوم ما يخرش لإعلام في مالي يهاجم النظام في الجزائر وهاجم الجنرالات ويتهمهم بالإرهاب والمسؤولين الماليين كل يومين ثلاثة يطلع مسؤول اخرها كالرئيس الوزارة وقبلها وزارة وقبلها عقيل يهاجم النظام في الجزائر ومرات حتى يسب معه هادي مالي مالي المفقرة المستعمرة من فرنسا المدمرة اللي كانت وزدجتها تغمى عسكرية وزد عندها الجماعات وعندها الصرعات وعندها الجماعات الاستقلالية وعندها الجماعات للطالب الحكم الذاتي وعندها الجماعات المخترقة وكل الأصناف طبعا الجماعات الاستقلالية على حق ماليا هناك اليوم هم كانوا اعترفوا قالوا دولة وصرفت 15 مليون دولار على منشعار مواقع افريقية وجرائد هجومات لا تتوقف في افريقيا على الجزائر احيانا مش فقط على النظام احيانا حتى على الجزائر على كل ما هو الجزائر عندما تصبح فاغنر في ليبيا وفاغنر تعروس والروس اصبحوا خصومك وعدائك وتصبح فاغنر في مالي وتهدد وتصل للحدود الجزائرية وفي ليبيا كان حفتر يهدد وما زال يتهدد وفاغنر الآن رماشين للنيجر بعد ان قامت الطغمة هناك بطرد الامريكان وقبلهم من الفرنسيس وعندما لا تستطيع ان تضع معاك الرئيس الموريطاني في اجتماع ما سميته اجتماع المغرب الكبير والموريطاني قالك انا ما نقعدش معاك اولا لسبب منطقي عنده الحق وثانيا لانه ايضا الموريطاني رهو تحت الضغط بتاع الامارات اللي متواجده في المغرب وفي تونس وفي الجزائر ايضا الامارات واللي ما قدرتوش لحد الان برغم اعترافكم وخروجكم في مجلس ما يسمى مجلس الامر القومي وقنواتكم وجرائدكم وهاجمتوا الامارات لكن ما قدرتوش لحد الان ان تقولوا للسافير وطردوا السافير او نقطعوا العلاقات في حين مع اسبانيا كنت رح تجبتوا السافير رديتوهم بعد بدون ورجنهم على رقبتكم واحد الوقت في فرنسا ثاني زع ما سحبتوا السافير رديتوهم من بعد لكن في الامارات حتى سحب السافير ما قدرتوش تديروه لماذا؟ شدين عليكم ملفات خاصة ملفات الاخلاقية وانتو معارفين الامارات شاهد دير مش تتربص بكم فقط كنظام حكم ولكن بالجزائر ككل ومش متواجدة فقط في الدول المجاورة متواجدة داخل الجزائر ايضا واش منا؟ والسيد اللي كنتوا تعتبروه سيادكم ومانيش عارف خرج قال لك ما البريكس دخلنا لها اللي عندهم هيبة وعندهم نفوذ دولي وهيبة دولية لا هيبة لا نفوذ لا وراه هذه وحدها كل جاينا في بلاد قانون كل اللي رغم في السلطة ينسحبون لأن ما يعتبر أكبر صديق لهم كما يسموه هما طبعا الروس ما عندهم مش أصدقاء عندهم عملاء بصح عندهم تسموه روسيا كانت سموه الدولة الصديقة والحليفة خرج باش يقول لكم ما كانش لبريكس ما عندكم لها يبالة تأثير لهم يحزنون وأصبح الروسي هجموكم الآن وزير الاقتصاد والمالية الماليين كانوا في روسيا قبل ربع أيام وهاجموا الجزائر من هناك وزير الداخلية والدفاع كان هناك قبل أسبوعين وهاجموا الجزائر واتفاق الجزائر من هناك وقال لروسيا شكرا خلصتونا امتفاق الجزائر وراه الله الوجود متاعك والهيبة متاعك والدول لا شيء لكن كائن مخاطر نعم مش لأنكم عندكم قدرة بالحكس كون كائن ما كائن قدرة ما تحركش الانتخاب تخليها كما هي خليها كما هي فعور بالخوف أن الأمور هي تلعب تحت رجليكم وبخصوص المغزى الأخير فإنه يمكن في الهدوء الذي يميز الرئيس وأنه ليس من الإطناب أبدا القول أن للجزائر الرئيس يكد ولديه مهمة واحدة يؤديها تحت سيادة واحدة ألا وهي سيادة الشعب وطالما أنه لم يحقق بعد كل أهدافه ووعوده والتزاماته الثابتة فإنه سيبقى مركزا بشكل تام على استكمال عهده مع الجزائريين ومع المواطنين الذي أعاد له اعتبار ليكون صاحب الكلمة العليا معنى ها هاوني رايح للعهده الثانية هنا هذا الفقرة تقول قال لك هو ما يكملش ما لو شنو وطالما أنه لم يحقق بعد كل أهدافه ووعود والتزاماته الثابتة فإنه سيبقى مركزا بشكل تام على استكمال عهده مع الجزائريين معنى هنسبقوها باش ندي عهده ثانية والسريع إن الجزائر الجديدة التي تم انتقادها منذ ولادتها من قبل خبراء الانهزامية ومحترفي التردي والمتشبثين بفساد الدولة وخوانة الداخل الذين لا يرغبون في بوروز كنت أظن أن الخوانة نرى في الخارج أو خوانة الداخل الذين لا يرغبون في بوروز هذه الجزائر المتجددة قد سلكت طريقا مليئا بالعقبات والمهمة كانت كبيرة أحيانا لعوامل صحية كوفيد والتي أثبتت الانسجام بين الدولة والمواطن ولكن في كثير من الأحيان لأسباب داخلية تعود للنظام السياسي الذي كان قد انحرف عن مصاره وبالتالي فإن العودة إلى دولة قوية تتطلب التضحيات فالرئيس تببون قد جعل من آمال وتطلعات واختراحات شعبه هدفه الأسمى فأصبح بذلك ضامنا للرابط بين الأجيال من جزائر الثورة إلى جزائر التجديد قدبت لي سيدة اليوم قلت لها كيف رهي الأمور يعني من من الأفاضل والفضليات اللي يرسلوني قلت لي والله ما أكلنا اللحم أبدا في شهر رمضان وفي بداية الشهر اشتريت دجاجة واحدة ولم أستطيع أن أشتري بعدها ورانا غير بهذهك واش يسموها انت المارق هذاك اللي يدروه انطيبوا به وهذه أحوال الأغلبية من الجزائريين كثير من الجزائريين ويلو يسمعوا باللحم وسألتها على اللحم اللي قالوا جابوه قالت راهم يقولوا يتبع بمئة وثمانين لكن اللي يكلاوه قالوا ما يتكلش قعم قالوا ما يتكلش قعم ما زال يتكلموا الشعب والشعب اللي راضي وفرحان به ومش عارف وهو السيادة الشعبية يو السيادة الشعبية هذه كي الناس جوا في بطونها ولا تجد ما يكل أولادها في بلد غني في بلد ما هوش غزة تطيح عليه القنابل ما هوش سوريا دخلت عليه قاعد دول نتيجة لنظام حكمه المجرم ما هيش اليمن المضمر ما هيش السودان اللي تقاتل في هالجنرالات في بلد ما زال بفضل الله قائم رغم الفساد العارم تع نظام الحكم ورغم وجود عشرات الجنرالات والوزارة وفي السجون كي تكون الناس تصعب عليها الخبزة يصعب عليها أكل الأولاد يصعب عليها لباس الأولاد وهاي بعد أيام جاي العيد الناس تبكي بكاء كي تعود الناس يقول لك والله ما ضغنا الحم في رمضان كي يعود الدجاج الناس لا تجد صعوبة شديدة فيه كي تعود الأسعار في الجزائر كثير من المواد هي أسعار أوروبا بينما الفرق في الدخل هو عشرة إلى عشرين مرة ما عمرك متحكوه والله يلو كان هذا الإنسان السيدة دي كتبت لي قاتلي والله يلو كان تكون أمك اللي هي عز إنسان عندك عندما يعاملك بهذا الاحتقار عندما يعاملك بهذا الظلم عندما يعاملك بهذا رح تكره فما بالك بنظام حكم إجرامي يكذب أكثر مما يتنفس ما زال تكلموا في خطاب أكذيب ما عندهش والخطاب يعني لو كان ما تركزش ما تخدرش تفهم وش حابين يقولوا بعدين استنناوا استنناوا وراكم جبتونا هذا اللارغي مونتار كما يقال وهذا الحجج والبراهين باش تقولوا باللي تقديم الانتخابات هذا هاو الأسباب وهاو الضرخين شوفوا حجر حتى أخرى على الانتخابات هذه عندها أسبوعين فقط قلت لا فعلة بكل وقاحة تبذل آلة المخزن الديعائية قصار جهدها لنشر الأخبار الكاذبة عن الجزائر والانتخابات الجزائرية وكانت بداية ذلك حسب بيان وكالة الأنباء الجزائرية على يد كليب مخزني صهيوني بباريس يتطور الأمر على مستوى بعض المحطات لذاعية الفرنسية المعلوم ولاؤها وانبطاحها المخزن منذ فترة طويلة نصيحة ودية لأتباع المخزن أضيف المصدر التفوح نحو القصر الملكي بدلا من المرادية لأن الانتخابات ستجرى في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة هذا الكلام كان قبل حوالي عشر ايام وسبوعين انتخابات ستجري في وقتها احتراما للدستور واحتراما للشعب الجزائري طيب هاي مش ستجري في وقتها تعرفوا بلي هذا التسبيق موش موجود في الدستور ويمنع الدستور ماذا موش موجود معناها ممنوع وقانونهم الانتخابي يمنعوا لأنه يقول لك الانتخابات لازم تتم في خلال شهر قبل نهاية العهداء ما كانش حاجة اسمها تسبيق الانتخابات ما داروهاش في الدستور وأنها تكون انتخابات مسبقة إلا في حالة عجز الرئيس أو وفاته أو اللي تجري انتخابات مسبقة في هذا التدخل وهذه كانت تاني وكالتهم للأنباء اللي ولت وكالا تعظيبا مش تعنبا يقول باللي انتخابات رح تجري في وقتها احتراما للدستور وللأجال اللي موجودة في الدستور وللشعب الجزائر بعدها بقى خمسة أيام والأسبوع يبدلوا تولي تغيير ويجيب لك كل هذه الكلام تعالي الأكاديب والمغزى الأول والثاني والثالث والرابع كله متناقض وكله فارغ من المحتوى باش يبرر تقديمها بثلاث شهر وفي النهاية في هذه تعالي الوقات الأنباء تببون راه ورايح باش يكمل في العهداء الثانية باش يكمل مع أنهم كانوا قالوا وقمنا كله وجبنا كله دعونا نسمعوا واحد واش قال قبل فترة قبل أيام فقط حينما سؤلاء واش قالهم اسمعوا واش يقول أردت من ذيبني للجميع واش نردت الجزائر والالتزامات في ربعة وخمسين الالتزام حتى بالخمس وسبعين بالمئة من الالتزامات تحقق في ربعة وخمسين الالتزام تببون قال 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 لالتزامات الحقيقة أننا مع كمشة من المجرمين من الناهبين من الفاشلين من الرديئين من التافهين من الذين لا يستطيعون إدارة بلدية فما بال كان يدير الدولة مثل الجزائر بتاريخها بجغرافيتها بشعبها بموقعها بثرواتها البشرية قبل المادية بالتعقيدات الإقليمية والتعقيدات العالمية بالمشاكل اللي اختلقوها مع الجيران ومع غير الجيران مع إخواننا وجيراننا ومع حتى الآخرين الاسبانيول والفرنسيس والروس ليست هذه الكمشة التي تدير البلاد هذه كمشة تغرق في البلاد وكل يوم الناس تغرق والناس رهي تعيش الغرق لكن هناك رعب وهناك تخويف وهناك ونقول للناس الخوف سيكون ثمن أغلى بكثير من أن يخرج الناس سلميا كما كان الحراك ويتحداوهم لأننا ببساطة مرات نقول لنا كالضباع والله يضباع قرر أشرف منهم مليون مرة لأن الضبع خلقه الله بتلك الطريقة لحكمة يعرفها في هذا التوازن الحيواني والبيئي والعالمي أما هؤلاء فقد هداهم النجدين المفروض أعطاهم عقل أعطاهم تفكير واستولوا على البلاد بالدبابة وما زالوا يديرونها بالخوف وبالرعب وبالشرطة وبالمخبط كما يسموه وبالدبابة ورحمة دينها الهاوية حفظ الله البلاد وحفظكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله يتعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر